اشتركوا في القناة 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 المحاضرة الحديث عن تاريخ المدن سواء المدينة الاسلامية او اي مدينة اخرى عادة يعني في الاروق البحثية وحتى خارج الاروق البحثية دايما بيصار سؤال اه بتوضع دايما انا انا شخصيا يعني بضع عليه علامات استفهام لما بسمع السؤال ده يعني اللي هو اه ناس بتتحدث عن جدوى او اهمية النظر في التاريخ او التعمق اه للرؤية التاريخية او القراءة التاريخية اه كتير جدا اه يعني اصوات بحثية وغير بحثية بتتناول الموضوع ده باستغراب او او باستهجان او بتعتبره نوع من انواع الطرف الفكري ان نحن في غنى عنه يعني فمثلا يعني اه بيبقى في اصوات بتنادي انه احنا دلوقتي بنتكلم عن اخر ما وصلت الى التكنولوجيا وبنتكلم عن النانو تكنولوجي والارتفاشل الالجينت والالجوريزم والحاجات تطبيقات الرائعة والمفيدة والانية حاليا فايه فايتت بقى ان احنا نرجع للجيب الصفحات القديمة ونقرأ التاريخ وندرس التاريخ او ندرس سواء المدينة الاسلامية او غيرها الكلام بيكون بصفة عامية فانا الحقيقة زي ما زي ما قلت في الاول انا لما بسمع الملحوظة دي مش مش ملحوظة فردية او او بتتقال مرة او اتنين وثلاثة هي الحقيقة اه يعني اصوات اه اه كتير مش مش قليلة اه انا بيبقى يعني بتوقف قدام السؤال ده الحقيقة مش بشكل شخصي عشان انا عندي اه يعني ميل شخصي للجهة دي من البحث او للناحية دي من البحث لكن حتى بحاول اتوقف عنده بشكل علمي بحث يعني يعني اه اي من العلوم الانسانية اه قام واستمر على هذه القطيعة مع اصف مختلفة اه اي من الحضارات الانسانية استمر اه او او نشأ وتتواصل واستمر وهو عنده نوع من انواع التنصل للجزء الاساسي المكون ليه جميل جدا ان احنا بنتكلم دلوقتي عن احدث ما وصلت الى التكنولوجيا وعن نوطحات استحاب وعن كل كل الحاجات اللي هتفضل في دائرة مستمرة دي لكن اظن مش محتاجين نؤكد ان احنا عمرنا ما كنا هنقدر نرتفع في البنيان كده بدون الوقوف على ارض فكرية صلبة جدا اه يعني دا 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 شيء بالبداها في جميع العلوم الانسانية ما بالك في العمارة اللي احنا من اول يوم بنقول ان هي بتتكون اه اه لها اكثر من شق شق ليس الشق الهندسي فقط عندنا جوانب كتير جدا ورافق كتير جدا بتشكل المنتج العظيم النهائي لاسمه العمارة والعمران اه انا دلوقتي مثلا لما بقرأ تاريخ المدينة الاسلامية او احاول ان انا اعيد النظر في اه المكونات اه المشكلة لهذه المدينة انا هتبتكلم عن المدينة الاسلامية عشان هي الحالة اللي انا هتكلم عنها النهاردة ولكن هأكد ان دا كلام ينطبق على اي قراءة اي قراءة او اي رؤية للتاريخ بصفة عامية انا دلوقتي لما وصلت ان انا اه بقرأ المدينة الاسلامية وبتعمق في اه تفكيك المكونات اه الخاصة بيها انا قدرت بطريقة اه الحقيقة ثلثة واضحة جدا يعني انا وغيري او من الباحثين مش مش بتكلم عن نفسي بتكلم عن عن حتى ما قدم لي من اه من اطروحات يعني اه ازاي قدرنا ان احنا بقراءتنا لهذه الفترة اه قدرت ان انا اخرج بصورة اه واضحة جدا ومتكملة الاركان لطبيعة الشخصية الانسانية التي عاشت تلك الفترة انا لما مسكت المنتج العمراني للمدينة الاسلامية والمنتج المعماري المكون لها اه ازاي لما درست هذا النسيج المتفاعل هذه الفضاءات المعمارية المختلفة اه ازاي قدرت افهم منها الشخصية التي عاشت هذه الفترة قدرت افهم منها طبيعة التفاعلات الانسانية اللي حدثت فيها قدرت افهم منها اه المبادئ والاسس التي قامت عليها والتي ارتكزت عليها ازاي كل ده قدر يوصلني لما حللت اه المنتج العمراني والمعماري ديها طيب هل الفترة الحالية اللي احنا عايشين فيها لو تخيلنا ما احنا في يوم من الايام هنبقى ماضي لمستقبل احنا في يوم الايام بعد مية سنة احنا حاليا هنبقى ماضي لحد تاني يا ترى لو احنا دلوقتي بندرس اه التجول في المدينة المعصرة اللي احنا عايشين فيها ايا كانت المدن اللي احنا عايشين فيها هل اه دراسة المدينة الحالية اقدر اخرج منه بنفس النتائج اللي خرقت منها لما درست المدينة الاسلامية او اي مدينة تاريخية يعني هل مدن الحالية اه معبرة حقيقية عن هويتي كمواطن عشرين عشرين زي ما المدينة الاسلامية كانت معبر اه امين امين عن الانسان اللي عاش فيها في الفترة دي طيب هل انا ادرت ان انا اه يعني احنا دايما حتى بنقول انه والله اللي بيحججنا يعني بالمحجة دي بنقول له طيب خلاص انت اذا ادرت ان انت توصل للقراءة التاريخية وتستخلص المفاهيم والافكار والدروس والمبادئ اللي هتخليك تقدر تستمر دلوقتي في الحاضر وتكمل للمستقبل بالحالة دي ممكن اتناقش في فكرة التجاوز بقى الفترة الماضية او القراءة التاريخية لكن انا حتى النقطة دي مش قادرة اطلع بها بشكل كامل يعني انا حتى لسه مش قادرة اطلع بفكرة ان انا بنيت رؤية كاملة لي الشخصية او الهوية التاريخية اللي وعرفت ان انا دلوقتي عندي ينقصني منها كده ويزيد عليها كده وفي المستقبل هستمر الى واحد واثنين وثلاثة وعلى فكرة المبدأ ده يعني مش 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 اول مرة ينادى بيه ومش هتبقى اخر مرة وتم تجربته بالفعل ونودي بيه بالفعل يعني كلنا يعني اي حد معماري يعرف الباوهاوس وعارف يعني ايه مدرسة الباوهاوس في العمارة والمرحلة المفصلية اللي شكلتها الباوهاوس في تاريخ العمارة ككل مدرسة الباوهاوس كمدرسة تعلم العمارة يعني كان منعت تماما تدريس تاريخ نظريات العمارة ومنعت ومنعت الطلبة هما يطلعوا على آآ آآ التاريخ السابق للعمارة واعتبروا ان العمارة تبدأ من الحرب العالمية الاولى. ما ما قبل الحرب العالمية الاولى خلاص ده ليس عمارة ويجب يعني لو لو ينفع يمحى من التاريخ يبقى افضل. ويعني انا عايز اقول ان الطرح ده جرب بالفعل. وفعلا فشل. واثبت فشل. لما قدمت لنا بقى الحاجات دي ممكن طلبت عمارة دراسوها وعدوا عليها. قدمت لنا بقى التراز الانترناشنال واصبح بقى العالم كله نسخة موحدة ويريتها حتى نسخة يعني نسخة جيدة لكن كانت نسخة مل العالم منها سريعا وتعالت الاصوات سريعا جدا في ظرف عقود بسيطة. آآ تعالت الاصوات بالشكوى من من هذا النمط الموحد لجميع دول العالم. آآ فانا يعني سبحان الله لما يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني آآ بيباهي خلقه انه خلقهم شعوبا وقبائل. انه جعلهم مختلفين. ولو شاء لجعلكم امة واحدة يعني. ففي الوقت في نفس الوقت ده انا عايزة اوحد نمط كامل لجميع البشر. انزع جميع الناس من هويتهم المختلفة. انزع جميع الناس من بيئتهم آآ وثقافتهم المختلفة. واوجههم ناحية آآ حتى في آآ يعني حتى في المناقشة البحثية نبقى كلنا عايزين نمشي في اتجاه واحد. غالبا حتى مش بتاعنا مش طلع من عندنا. فآ يعني آآ اعتقد انه ما فيش اي علم انساني آآ يقدر يستمر ويتصل بدون آآ بدون اتساق مع مع اصله ومع بيئته ومع ماضيه آآ ومن هذا الاتساق يقدر يقف فيه حاضر آآ يعني مفهوم ويقدر منه ينطلق لمستقبل آآ لمستقبل مفهوم. واقظمنا حتى ان احنا لما بنتكلم عن آآ التفاعل الانساني في المدينة الاسلامية والآآ والنسيج الحضر اللي انتجه اللي انتجته هذه المدينة وبنقارن نفسنا دلوقتي مسلا بالآآ في العصر الحالي يعني احنا مرينا بازمة اجلستنا جميعا في البيوت آآ في تقريبا المعماري وغير المعماري استشعر ان هناك مشكلة ما ربما المعماري مش قادر آآ يعبر عنها او يفهم هي ايه بالضبط لكن هو استشعر المشكلة ما استشعر ان البيت اللي هو عايش في آآ لا ينطلق عليه معاني البيت المفروضة السكن الالفة الاستقرار استشعر ان المدينة اللي هو ماشي فيها لا تشبهه آآ فعودتي للمدينة التاريخية والقراءتي للمدينة الاسلامية هي يعني نقطة انطلاق اساسية لا غنى عنها لان انا اتكلم قدام على المدينة عشرين عشرين وعشرين خمسين وعشرين مية لحد ما ربنا يا شاء يعني فدي نقطة في الاول الحقيقة يعني زي ما قلت في الاول ان انا اكيد هتكلم عنها بشكل مخلل انه زي ما قلت ان هي نقطة وتشعباتها كتير لكن الحقيقة كان مهم جدا ان انا يعني اريدها في الاول لان اذكر حتى لما باش مهندس عمر اكرامه الله لما بعت وقال لي ان احنا عايزين تبقي معانا وكده انا نفسي انتهكت النهج ده اللحظات يعني انا قلت لها باش مهندس انا الخط اللي انا ماشي فيه مش على تماث قوي مع الاتجاهات الحديثة اللي حضراتكم بتنقشوها وكده فلما نقشته في في موضوع البحث الحقيقة يعني ده نظرا لان هو شخصية اثنائية جدا الحقيقة شدها جدا وقال لي بالعكس احنا محتاجين جدا القواعد الفكرية دي قبل ما ننطلق لاي حاجة تطبيقية وسعيدا انه انه يعني في حد ممكن يكون بيشاركني وجهة النظر وما فيش اي تعارض ما بين الجانبين اي علم في الدنيا بيتكون من فروع واتجاهات ولازم كل جهة يكون لها يعني قائمين عليها وما فيش جهة بتقلل من الاخرى ابدا يعني فده ببساطة اجابة على سؤال احنا ليه اصلا هنتكلم النهاردة عن المدينة الاسلامية وايه اللي هيعنينا من ان احنا نفهم المدينة الاسلامية ارجو ان في الاخر ان نكون وصلنا جميعا لصيغة يعني اقرب للصواب نقدر نفهم منها المدينة الاسلامية هتفيدنا بيه دلوقتي هتكلم بقى زي ما قلت النهاردة عن جزء من مكونات المدينة الاسلامية او جزء اظن انه ساهم في تشكيل يعني مكون رئيسي في تشكيل المدينة الاسلامية الا وهو الجانب السياسي او القرار السياسي طيب القرار السياسي ده اه يعني احنا كنا دايما بنتكلم عن من احنا طلبة في قول عمارة كنا من لما بحب اسادتنا يفهمون يعني ايه عمارة كان من ضمن يعني المداخل اللي اتخلينا نفهم الامارة دي كنا بنفهم ايه اللي بيكونها او ايه الصيغ المكونة لها يعني فانا النهاردة لما اقدر اوصل لصيغة اه بعتبرها من من اكتر الصيغ الاساسية المكونة للبيئة الاسلامية او للمدينة الاسلامية على وهي القرار السياسي اظن ان انا هقدر استعمل نفس المنطق وافكك ايضا الصيغ المكونة لمدينتي الحالية واقدر افهم منها برضو اه هل انا للوقتي المدينة بتتكون بنفس ذات الصيغ التي كونت بها السابق والحقيقة هنندهش جدا لما نلاقي انه يعني اه يكاد لا يكون لا جديدة تحت الشمس يعني اه الحقيقة برضو اه عايز اتكلم عن اه ما احدثته ما احدثه القرار السياسي من اعادة تحرير للمفاهيم من اعادة ترتيب للادوار من اعادة صياغة للعلاقات ما بين الحاكم والمحكوم اه المفترض انه المدينة الاسلامية في اه صورتها الاولى اه في في اول صورة المدينة الاسلامية التي انشأها نشأت في المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها صورة واضحة وصريحة وبسيطة جدا المدينة بتتكون من قلب رئيسي حاكم بالمعنى الوجداني والمعنى السياسي وهو المسجد اه حاكم المدينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اه اه تعرف المجتمع المسلم على مجموعة من الصيغ اه او مجموعة من الاحكام اه عندنا باب كبير جدا في الفقه الاسلامي واب عظيم الحقيقة اسمه الاحكام العمرانية يعني لنا نتخيل ان فيه فقه خاصة بالعمران اه وفيه احكام اه تشريعية خاصة بتيسير حياة البشر الساكنين في مدينة واحدة اه لان اصلا السياسة في تعريفها الاول هي ايه هي تيسير الامور فطول ما السياسة ماشية في هذا النهج اه دي دي برضو نقطة مهمة معلش حابة حابة وضحها اه لما بتكون بكلم عن كلمة السياسة وهقولش كذا مرة التدخل السياسي التدخل السياسي ربما كلمة تدخل هتوديني لان انا ناحية تقييمية شوية او ان انا هقيم هقيم السياسة كتدخل يعني سلبي الحقيقة ده مش المقصود ابدا اه التدخل بمعنى اخذ القرار اللي بيغير الاتجاه سواء سلبا او ايجابا احنا مش مناط حكم نحكم سلبا او ايجابا احنا فقط بنقر الوقاعة التاريخية اه وبنقر الاحكام التي تعرف عليها المجتمع المسلم وبعد كده بقى اه القرار التاريخي القرار السياسي ده عفوا ان كان متماشي معها ولا مش متماشي معها ده يعني الحدث التاريخي بيقره بشكل تلقائي يعني فالعملية السياسية احنا انا مش بنظر اليها على انها عامل دخيل على العمارة او العمران بالعكس اه المفروض ان الجانب السياسي في اي حضارة ما هو جزء مسير للحضارة دي ككل اه امتى بقى بيطغى امتى بيتعدى دوره امتى حتى بيقتصر امتى بيه اه بيه مفروض يؤدي ادوار لا يؤديها او في ادوار اه تترك لغيره هو بيؤديها دي بقى اللي بنقدر فعلا بشكل علمي يعني ان احنا نقيمه تمام اه في المدينة الاسلامية لما كنا بندرس انواع المدينة الاسلامية كنا بندرس انه في نوعين المدن الاسلامية المدن التلقائية اللي هي بتنشأ بالتفاعل البشري العادي اه مجموعة من الافراد اه اه يعني استقروا في مكان والتفاعل البشري خلى المكان ده يبدأ ينمو لحد ما بقى مدينة وفي نوع اخر عفوا انا بعتذر بس ان صوتي مش هيبقى ولا مخارج الالفاظ هتبقى دقيقة يعني ان انا عندي برد الحقيقة فبعتذر لفاظتي ما كانش اه ما كانش واضح يعني. اه النوع التاني اللي هي المدن اه المخططة وبالمناسبة جزئية المخططة دي عليها يعني نقاشات كتيرة جدا اه ايه اصلا تعريف المخططة ما بيننا وما بين المستشرقين وكده فنقطة المخططة دي فيها نقاش لوحديها يعني ايه اصلا المخططة وغير المخططة. لكن هناخذ بالتعريف المبدأي خالص المدن المخططة المدن اللي تخذ قرار بانشاها. هنلاحظ من انواع المدن دي اه يعني حتى بقراءة اه بقراءة اسمائها العواصم مدن الامراء المدن العسكرية مدن الاربطة هنلاحظ ان الصبغة السياسية وفحة جدا في تكوين واسباب انشاء هذه المدن. اه زي ما احنا شايفين مسلا قدام حضراتكم فيه تلت امثلة هنتعرض اليهم اه يعني اتباعا لتلت نماذج مختلفة للمدينة الاسلامية منذ لما بدأت ازاي القرار السياسي مغير لي هنا شكل كل مدينة ومغير اه اه القلب والنواة بتاعت كل مدينة. اه المدينة الاسلامية زي ما قلنا بدأت بقلب اه اساسي وهو المسجد. اه اه ثم يتبعه اه دار امارة بتكون دائما اصغر من المسجد لانه المفروض ان السلطة السياسية تتبع السلطة الدينية في المدينة الاسلامية وهنشوف ده تغير ازاي وتغييره معنى ايه. ثم بعد كده بدأنا نشوف اه تبادل الادوار وتغير ليها وما الى ذلك. اه كنت تكلمت حضراتكم عن الاحكام الفقهية والعمرانية المشكلة او المكونة للمدينة الاسلامية. مجموعة من الاحكام والاعراف استقرت واتفقت عليها الجماعة المسلمة المجموعة المسلمة المدينة المسلمة اه اتفقوا عليها ومستنبطة ومنبثقة من الشريعة الاسلامية او الفقه الفقه الحاكم. فالمدينة دي مدينة اسلامية كانت يعني مدينة مستثقة مع هويتها بتحكمها اه احكام اه فقهية مستمدة من دانها. يعني حتى الان في اتصاق ما بين حتى نوع المدينة وساكنيها يعني. الاحكام الفقهية دي عملت اه اوجدت تأسيم او التوزيع للادوار ما بين السلطة السياسية والسلطة المجتمعية. هذه الاحكام التي استقرت عليها اه اه استقر عليها المسلمين منذ العهد الاول. قدر اقول ان هي دي المعيار اللي باخده وقيس عليه بعد كده اي مدينة بشوف المدينة دي طبقت هذه الاحكام ولا ما طبقتهاش. يعني انا لو قلت ان في مدينة اتعامل فيها القرار السياسي كذا وكذا وكذا وكذا. اه ممكن حد يقولي طب ايه المشكلة. يعني طب ما يعمل مع ده الحاكم يعني. لا احنا عندنا مجموعة من الاحكام العمرانية اتفقت عليها اه اه اتفقت عليها المجموعة المسلمة اه واعتبرت هي معيار التحاكم ما بين الحاكم والمحكم. هذه المعايير قسمت ووزعت السلطات ما بين السلطة السياسية والمجتمعية. قالت امت السلطة السياسية تبدأ? وامت تنتهي? وامت دور السلطة المجتمعية يبدأ? وامت ينتهي? وامت يتقابله ويتشاركه? وما الى ذلك. فا اه الاحكام الفقهية اه العمرانية وانا ممكن احويل حضراتكم هنا على كتاب يعني من يعني عمدة في هذا الموضوع يعني اللي حابب بيقرأ فيه الاحكام العمرانية المشكلة الفقه الاسلامي كتاب دكتور آآ جميل عبدالقادر جميل عبدالقادر اكبر اسمه عمارة الارض في الاسلام آآ هو يعني زي ما قلتم عمدة يعني في هذا الموضوع آآ السلطة السياسية اتحدد ادوارها بمجموعة اتحدد سلطتها بمجموعة من الادوار. السلطة السياسية لها ان تختار موقع المدينة لها ان تشيد المكان الذي ستقام فيه القطع السكنية لكن آآ دون دون تخصيص اكثر من ذلك آآ لها بالطبع بالطبع هي هي المناط بها حماية المدينة والدفاع عن امنها وما الى ذلك. ثم انتقال الى دور السلطة المجتمعية ايضا تبعا للاحكام آآ العمرانية او احكام الفقه العمراني آآ السلطة المجتمعية كانت هي المسؤولة عن تقسيم آآ قطع الاراضي فيما بينها وما يعني كان هناك آآ كان فيه في الفترة دي النظام القبلي في فيسمح لي آآ المجتمع المدينة ان هو يختار آآ توزيع قطع الاراضي بتاعته استواء حسب القديلة حسب آآ حسب آآ بطون البيوت ما الى ذلك يعني بمعنى انه قرار تقسيم الاراضي واماكنها واماكن استكان الناس اماكن سكن الناس تابع او قرار آآ خاص بالسلطة المجتمعية. ايضا آآ صيانة الفراغات في العامة تحديد المواقع ما بين السد والمفتوح وامتى في الطريق امتى افتح طريق وحتى آآ كان فيه آآ امور مشتركة ما بين السلطة السياسية والسلطة المجتمعية آآ آآ ليها علاقة بقرار آآ اتخاذ قرار التصميم تصميم المعمال وهنشوف برضو امتى السلطات السياسية تدخلت في هذا القرار آآ في الاول هتكلم عن آآ احنا قلنا المدينة السياسية المدينة الاسلامية عفوا مشي بآآ ممط معين وقلنا ان اشرت في الاول ان في ان هي مشت بنمط معين وفي آآ مرحلة وبدأ هذا النمط بالتغير. الحقيقة في آآ آآ نقطة فاصلة في التاريخ الاسلامي بنعتبرها هي اللي بدأ عندها هذا الانقلاب ما بين آآ ادوار السلطات السياسية والمجتمعية آآ هذه النقطة الفاصلة كانت آآ في عهد الدولة الاموية احنا عارفين انه هذا العهد يعني شاهد الكثير من آآ الاضطرابات السياسية لكن ما يعنينا منها هنا الجزء المتعلق بي آآ او الجزء المؤثر على عمران المدينة آآ ما دون ذلك موجود داخل في نطقة اقتصاصية حاليا يعني عفوا آآ في عهد الدولة الاموية انقلب نظام الحكم من من النظام الشورى اللي هو كان معمول به بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى آآ فترة الفترة الاموية كان الحكم في الاسلام بالشورى باختيار الناس انقلب في عهد الدولة الاموية الى نظام الملك العضوض او الملك المورف هذا الملك المورف طبعا كان نظام جديد على على الدولة الاسلامية لم يرضى عنه الكثيرون آآ هذا النظام تابعه آآ قيم ثورات آآ الثورات دي آآ طبعا آآ لما لما اقول ان في ثورة يبقى اكيد هاستحضر بشكل بديهي قيم آآ آآ اعتراضات قيم آآ يعني آآ يعني تقلب على الحاكم يعني فهذا آآ فهذا الخوف من الثورات او من الاعتراضات آآ آآ نتج عنه آآ آآ الحاجة لزيادات الدفاع والتأمين والتحصيل مش من العدو الخارجي لخارج المدينة لكن من العدو الداخلي تكلمنا في الاول ازاي السياسة بتوعيد صياغة وتوعيد تحرير المفاهيم احنا عندنا آآ مفهوم مواضح لطبيعة الحاكم والمحكوم الحاكم موظيفة سياسية يقوم على خدمة المدينة يحميها من العدو الخارجي دلوقتي بدأت السياسة تعيد تحرير هذه المفاهيم فاصبح عندي عدو داخلي اخشى منه اكثر حتى ربما من خشيتي من العدو الخارجي فبالتالي غيرت في بنية المدينة غيرت في تخطيط المدينة اصبح عندي وسائل دفاعية داخل المدينة تحميني من اهلها ناهيك طبعا عن الدفاعية اللي تحميني من خارج المدينة آآ هذا التغير الكبير في في نظام الحكر اتبعوا آآ تغير في آآ التكوين او البنية المدينة الاسلامية التغير ده شفنا ازاي زي ما قلت لحضراتكم شفنا آآ تغير آآ آآ لعلاقة المسجد ودار الامارة ومكانهم وتوزيحهم و وحجمهم والرمزية التي يحملها موقع كل منهم الرمزية اللي بيرسلها للمدينة آآ آآ انا لما كنت بتكلم عن علاقة السياسة بالعمارة آآ احنا كنا بندرس علاقة او الادوار المشكلة المفاهيم المشكلة للمنتج المعماري كنا بنتكلم انه المنتج المعماري ده وظيفة وفي كمان شق جمالي وفي شق وبنقعد نتكلم بقى في الامور دي تخيل دلوقتي انت عندك اداء اسمها العمارة والعمران اصبحت تشكل ليست فقط لا تمارس فقط دورها الوظيفة والجمالي احنا دلوقتي بنتكلم عن اعادة تشكيل الوعي الجمعي الشعوب انا بعيد صياغة نفاهيم بابوث مجموعة من الرموز باستخدم هذه المدينة بكل مكوناتها لتوصيل مجموعة من الرسائل المعينة وبالفعل اعادة تركيب وصياغة المكونات المدينة بالفعل بتوصل هذه الرسائل فهنشوف المدينة الاسلامية لما نقلت غيرت فقط موقع المسجد بعد ما كان المسجد هو قلب المدينة واكبر مبنى فيها لما رحت عملت دار الامارة هي اكبر مبنى في المدينة وهي مركزها بصورة تلقائية انا بوصل رسالة جماعية لسكان المدينة بقول لهم انا دلوقتي اصبحت السلطة والقوة ومركز الثقل في هذه المدينة للسلطة السياسية او لشخصي كحاكم الممثل في دار الامارة فهي هذه النقطة المفصلية كانت في عهد الدولة الاموية وبدأنا نشوف مجموعة من الاجراءات احنا لسا متكلمين عن مستويات السلطة ما بين المجتمعي والسياسي بدأنا نشوف بقى تعدي من هذه السلطة على ذاك هنشوف بقى بعد ما كنا بنقول مثلا ان السكان لهم حق اقطاع مساكنهم يعني بالشورة بينهم او لهم حريط الاختيار في ده بدأ الحاكم هو اللي يختار اماكن توزيع السكان وبين قوسين كده حسب الولاء والانتماء سواء للدولة او لشخص الحاكم يعني اصبحت بقى اردت بالناس حسب درجات ولاءهم فالاقرب والاكثر ولاءا هو الاقرب لداري لداري الحكم او داري الامارة ثم فالابعد 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 ولك ان تتخيل ما يعنيه اصلا قياس درجات ولاء الناس يعني فكر بقى واطلقي خيالك العنان زي ما انت عايز يعني ايه ان انا اقيس درجة ولاء الناس واعمل سلم هيراركي اصنب في الناس حسب بدرجات ولاءهم وده معنى ايه اه كقيادة سياسية اه هنتكلم بعد الوقت عن امثلة لبعض المدن الاسلامية التي انشأت من الاساس انشأت من العدم بقرار سياسي احنا قلنا ان في مجموعة من المدن اه مدن نشأت بالتفاعل البشري الطبيعي بين الناس ومدن اتخذ الحاكم قرارا بانشائها اه اه مثلا من المدن اللي انشأت اه بقرار سياسي وبرضه هرجع اكد احنا مش بنقول دي حاجة حلوة ولا وحشة يعني ده جزء من طبيعة عمل الحاكم وحتى الاحكام الفقيان العمرانية ابدت له هذا الحق في ان يختار مكان مدينة ومكان اه وحتى حطت له مجموعة معايير الاختيار اه يختار موقعها فين يتفق بالناس ازاي اه يحبب يحبب السكان في المجيء اليها ازاي وما الى ذلك فا اه من المدن من اوائل المدن تقريبا بعد بعد مدينة الرسول الله صلى الله عليه وسلم اه المدن التي مصرت بقى في الجزيرة العربية اه مدينة البصرة تلاتها مدينة الكوفة المدينتين في العراق البصرة طبعا كانت اول المدن الممصرة اه خارج الجزيرة العربية اه كانت في عهد سيدنا عمر اه رضي الله عنه اه الجميل في المدينة دي لما لما تقرأ المكاتبات اه بين سيدنا عمر ووليه كان الولي على المدينة انا ذاك كان القائد اه اه عطبة ابن غزوان مش عارف يعني اعتقدنا نعمت الاسم صح لو قد تقرأ المكاتبات ما بينهم اه يعني الحقيقة تجد الامر يعني يعني جذل وشيق جدا يعني اه كان المكاتبات ما بين سيدنا عمر وما بين وليه على المدينة تتحدث في كل صغيرة وكبيرة تخص المدينة بدءا من مكان انشأها اه اسباب اختيار الموقع اه 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 المواد البناء المستخدمة لبناء البناء المدن لبناء البيوت عفوا يعني كان في مكاتبات بينهم نبني بالطين ولا باللبن اصل اه اصل اللبن بيتحارق نبني عفوا باللبن ولا بالقصب اصل القصب بيتحارق فاحنا هنبني باللبن حتى ادق القرارات المعمارية اللي اتخذت في المدينة اه كان في اه يعني رأينا عملية التدرج ما بين السلطة المجتمعية الوالي اللي بياخد رأي السلطة المجتمعية ثم يرسل برأيهم للخليفة الحاكم الاكبر ثم الخليفة بيرد عليه وما الى ذلك حتى في الكتب التاريخية بيقولوا جملة كده يقولك انه اه ما كانوا اه يعني فيما مش 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 فاكر النص يعني انما اه ان هو ما من امر الا وكان يرجع اليه فيه اه اه تعود على سيدنا عمر رضي الله عنه يعني فاحنا هنا بنشوف مثال وانا بقول لحضراتكم انا يعني مش 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 هقيم مش هقول ده حاجة صح والغلط لكن احنا بن بنفند قلنا عندنا في الاول كراتيريا بنقيت عليها السلطة المجتمعية قالت هعمل ايه السلطة السياسية هنا قالت هعمل ايه في البصرة السلطة السياسية اختارت موقع المدينة اختارت مكان المسجد اه نواة المدينة وقلبها كانت المسجد الكبير ثم اه كان في القبائل اللي كانت موجودة ساعتها هي كل قبيلة اختارت المكان اللي هتخطط فيه وزي ما قلنا انه بدأ يبقى فيه بينهم وبين بعض اه نقاشات اه على سواء على مستوى السلطة التنفيذية او السلطة السياسية الاكبر الحاكمة عن ادق التفاصيل العمرانية والمعمارية في المدينة تلاتها الكوفة اه برضو اه الفترة بينهم قصيرة جدا وبرضو اه يعني خد نفس النهج اللي صار في الكوفة اللي صار في البصرة كان في الكوفة ايضا توقف دور السلطة السياسية عند اختيار الموقع واختيار اه قلب المدينة كمكان لي اه بناء المسجد وهو اكبر مبانيها وكان هناك دار صغيرة حتى ما كانتش حتى يطلق عليها دار امارة بالمعنى المفهوم كانت اه يعني ما ما يشبه اه ديوان لتيسير امور المدينة ككل يعني اه وكان بيت اله بيت والي المدينة زي اي بيت موجود في اي مكان يعني ثم ده مثال اه من اوائل المدن الاسلامية البصرة والتكوفة اللي هما اول مدينتين مصروا اه خارج الخارج الجزيرة اه بعد كده هننتقل لي مثال تاني في فترة لاحقة مش بعيدة اوي احنا قلنا عن فترة الدولة الاموية وقلنا ان هي دي الفترة اللي شاهدت اه يعني النقطة المفصلية التي غيرت طبيعة النظام الحكم في الاسلام وبناء عليها تغير تكوين المدينة الاسلامية اه واحد من اشهر ولاة من اشهر ولاة الدولة الاموية وكلنا اكيد سمعنا عنه اه الحجاج ابن يوسف الثقافي اه الحجاج ابن يوسف اه كان اصلا قاعد في يعني كان موالي على البصرة وكان فيه هناك ثورة قامت اه اه قامت عليه فا اه استقل بجنده عن المكان اللي حصل في الثورة والقلاف اللي هما ما بين مدينتين البصرة والكوفة استقل بجنده واختار موقع جديد تماما لبناء مدينة جديدة واسماها وسط وهي موجودة في في العراق لكن الحقيقة الحجاج عمل حاجات في المدينة دي اه يعني كان له استبق فيها يعني هو كان له استبق في حاجات كتير يعني هو كان عنده مشروع اه خاص جدا مشروع يعني باللغة باللغة الحديثة مشروع اقصائي لكل ما لكل مخالف له يعني فالحجاج في هذه المدينة اولا طبعا خد قرار انشاء مدينة جديدة اه ليستقل بالجنوده عن المدينة الاخرى اللي كان فيها ثورة ثم اه انتقى سكان مدينة واسط ممن لهم ولا للدولة الاموية اللي هو طبعا والي من ولادها اه فانا اصبحت هنا كده يعني بقيس درجات ولا اه الناس قبل ما تيجي تسكن في المدينة وتحت دي بقى يعني اه يعني ضعم ما شئته من خطوط يعني بعدين اه طبعا برضو انشأ صور خارجي للمدينة مفهوم انه هو عايز يحمي المدينة خارجيا وما الى ذلك بعدين عمل حاجة ما قبل واسط ما كانتش موجودة ابدا ما قبل واسط كانت المدينة الاسلامية زي ما زي ما قلت في الامثلة السابقة وقلت في الاول قلبها ومركز الثقل الاساسي فيها هو المسجد السلطة الدينية تعلق السلطة السياسية السلطة السياسية تتبع السلطة الدينية في وسط بدأ اه الحجاج اه انشأ دار الامارة الخاصة به في قلب المدينة اه تتجه اليها الاربع شوارع المختلفة للمدينة تصب في اه دار الامارة جعل مساحتها اه مساحة دار الامارة اكبر من المسجد الجامع ودي كانت اول مرة تحصل وفي مدينة إسلامية ما قبل وسط كانت دايماً المسجد الجامعة هو أكبر مباني المدينة وأنا قلت لحضراتكم أن ده له رمزية كبيرة وله رسالة كبيرة فأنا بتكلم هنا حتى المصطلح ده بيستخدم حديثاً نحن دايماً بيقولوا الأذرع استخدام الأذرع لخدمة السياسة أو الأذرع السياسية التي تخدم السياسة أنا دلوقتي بتكلم عن تكوين معمالي وعمراني استخدمة كذراع للسياسة أو كرسالة رمزية تريد القيادة السياسية أن توصلها إلى العامة الشعب وهي أن دفة الحكم انتقلت مركز الثقر تغير قلب المدينة الآن هو دار الإمارة أكبر مدن أكبر مبانيها هي دار الإمارة المبنى الرئيسي والذي يتصل إليه جميع الشوارع المدينة هو دار الإمارة إذن أنا أتحدث عن المبنى الأهم إذن السلطة الأهم وهي السلطة السياسية وليست السلطة الدينية بعد واسط واسط بدأت تعتبر أن هي بداية هذا التحبير الصريح عن الميول الدفاعية والرغبات التأمينية اللي تعلو على أي هدف آخر اعتبرت أنه وصلت يعني بداية صريحة لإظهار هذه الرغبة بعد كده وصلنا لمدينة بغداد اللي كتير جدا من القراءات التاريخية بتعتبر أن بغداد يعني هي خلاصة التجربة العمرانية الإسلامية بغداد اتخذ قرار إنشاءها بقرار سياسي تمام كان الخليفة المنتصر هو بانيها يقال حتى في كتب التاريخ أنه هو من اختطها مدورة يعني حتى دايما من باب الطرفة يكون نقول أنه لازم نعتبره من ضمن المعمريين ما هو اللي رسم من ضمن المخططين يعني يعني واحد من أولى المخططين الإسلاميين ما هو اللي رسم تخطيط المدينة هو اللي صنع هذه التقسيمة زي ما حضراتكم شايفين بغداد كانت بتكون كانت بتحمل تلات أسوار داخلية المدينة لها صور خارجي وحتى يسبقه كمان خندق مائي للحماية الخارجية ثم داخل المدينة شفنا صورين تانين غير الصور الخارجي طب الاتنين أسوار اللي جوه دول بيفصلوا من مين يعني أنا عملت صور وخندق مائي وفي رحبة كمان بعد الصور اللي هي المكان الفسيح برضو لأغراض تأمينية لحماية الحاكم من الخطر الخارجي طب الخطر الداخلي دلوقتي أنا ليه عندي اتنين او الاتنين صورين الزيادة لجوه المدينة مبرر قوي جدا او اظهار لفكرة التوجس من الخطر الداخلي في الصورة المتخيلة زي ما حضراتكم شايفين الكتب التاريخ بتقول انه مسجد بغداد عفوا كانت قلبها القصر الحاكم وطبعا برضو كان المساحة الأكبر قلنا خلاص دي سرنا استناها الحجاج وتلاهوا من بعده يعني قلب المدينة كان دار الإمارة او القصر الحاكم ثم يليه رحبة يعني ارض فراغ ما فيش فيها اي سكان ثم سكن لأولاد الخليفة وحاشيته احنا بنتكلم هنا على فكرة عن خلافة عباسية واللي قبلها كانت خلافة أموية فاحنا بنتكلم عن تغير من دولة لأخرى يعني حاجة كده بقت أشبه بالعرف التاريخي انه اي حكم جديد لازم يعمل عاصمة جديدة ما فيش حاكم جديد يخش على عاصمة اللي قبله الحاكم الجديد بفرش جديد يعني بعاصمة جديدة فالنصر سيدنا محمد قلنا ان وسطها كانت دار الإمارة والقصر يتليها سكن أولاد الخليفة وحاشيته ثم سور احنا كده بنفكر من جوه لبرة ثم سور ثم طبقة الموالين وطبقة الجند وطبقة الحاشية وما إلى ذلك ثم سور ثم الطبقة السكنية حتى فيه خلافات في الكتب التاريخية ما بين التوزيع توزيع القطاعات اللي كانت جواب أغداد الاختلاف حتى ما بين القراءة دي ودي بيتكلم في عدد القطاعات السكنية لكن متفقين على انه كان فيه ثلاث أسوار وانه كان من قصر الحاكم لحد القطع السكنية الأخيرة برة بيفصلوا سورين ورحمة أيضا كانت حتى مكان الأسواق احنا قولنا ان السلطة الحاكمة لها ان تحدد مكان الأسواق في الحكم العمراني في الفقه العمراني عفوا حتى مكان الأسواق ده قام الخليفة بتغييره أكثر من مرة يعني كان مرة دخلوا جوه المدينة بعدين خف ان يكون فيه جواسيس أو حد يترصد من أتباع الدولة الأموية داخل السوق فرح مخرجوا برة أسوار المدينة يعني حاجات تشي كلها بأن الفكرة الأمنية والهاجس الأمني كان هو المسيطر الأكبر طوال فترة الحكم ثم شايفين حضراتكم فيه خريطة تانية بعد بغداد برضو لأهداف سياسية لها علاقة برضو بالثورة داخل بغداد كان ساعتها الخليفة هو المعتصم نحن بتكلم بقى عدد كذا فترة حكم يعني كان الخليفة المعتصم كان بيستكثر جدا من الجند وحتى التورك يعني وكان الناس تأففوا من كثرتهم في المدينة حتى بدأوا يشتكوا للخليفة إنه بدأ عدد الجند يفوق عدد السكان وإنه حتى بقى فيه أطفال بتموت تحت ركب الخيل وما إلى ذلك يعني فحاجة طريفة بس يعني قرأتها كان بيقول إنه هو السكان المدينة لما حبوا لما تأففوا من الوضع ده اشتكوا للخليفة المعتصم اشتكوا له من كثرة الجند فقالوا له يعني خذ جنودك وارتحل عن المدينة يعني سيب المدينة وممشي فقال لهم لا فقالوا له والله إننا بترتحل عننا حاربناك بدعاء السحر فقال لهم إذن ارتحل وخذ جنوده وخاف من دعاء السحر ومشي سحرقت إجابة دعاء يعني فنشأت لينا مدينة تانية زي ما حضرتكم شايفينا في الخريطة اللي هي مدينة سمراء أو سرة من رأى ده التركيب الأصلي لها على نهج بغداد وأصبح زي ما قلنا خلاص بقى في نهج متبع المدينة بتتبع أسوص تأمينية ودفاعية من الخطر الداخلي تكاد تفوق الخطر الخارجي فهو خرج من بغداد برضو بالجنود وأسس مدينة جديدة اللي هي سمراء ومنها جلنا هنشوف فيما بعد سمراء دي أو سرة من رأى جلنا منها حاكم في مصر وتأثر بعمرتها وعمرانها ننتقل بقى ل يعني عندنا بقى شوية لننتقل للمدينة الإسلامية في مصر الحقيقة المدينة الإسلامية في مصر شهدت تدرج شهدت كده مدينة عاصمة كل منهم كانت عاصمة لدولة مختلفة زي ما قلنا دولة جديدة إذن عاصمة جديدة على طول ويا حبادة كمان لو حرقنا وخربنا العاصمة اللي قبل كده يبقى أحسن عشان ننسي ذكرها تماما كلمت حضراتكم في الأول عن الأهداف الدعائية للسياسة والزي العمارة والعمران بتخدم الهدف الدعائي أو بتوظف لخدمة الهدف الدعائي فكان واحد من أكبر الأهداف الدعائية لقيام أي دولة جديدة إن هي بتقيم عاصمة جديدة تمحي وتنسي الناس ذكر العاصمة القديمة عندنا في مصر شهدنا الأول الفستاط ودي كانت في عهد سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه وكانت يعني كان وليها سيدنا عمر بن العاصر رضي الله عنه وكان أول خروج طبعا بعد الفتح الإسلامي لمصر يعني كانت أول مدينة تنشأ مدينة إسلامية تنشأ في مصر هنتكلم الأول عن الفستاط ثم العسكر ثم القطائع ثم القاهرة الفستاط زي ما قلت اختيار موقعها حتى كان ما بين برضو مكتبات ما بين سيدنا عمر بن العاصر وسيدنا عمر بن الخطاب بدءا من اختيار الموقع سيدنا عمر بن العاصر مدينة مصر كانت الإسكندرية قائمة بالفعل وكان في مجموعة من الحصون الإغريقية موجودة حصن بابليون وما إلى ذلك فهو أراد أنه يستفيد بالأمران المدينة القائم الموجود من الأول فأرسل لسيدنا عمر وقال له أنه في مدينة بسكانها يعني بيقول له مبان أو سكن كفلناه يعني مش هنحتاج أن نحن نبني جديد فسيدنا عمر رسعتها أرسله بيقول له هل يفصل بيني وبين المسلمين ماء فسيدنا عمر قال له نعم إذا جرى نهر النيل فقال له اختر موقعا لا يفصل بيني وبين المسلمين فيه ماء يعني لما يحب ييجي للمدينة الإسلامية دي ما يكونش فيه عبر للماء هو لو راح سكندرية كان ماء النيل لما يفيد يبقى يفصل ما بين شقين البلد هو أصلا يعني عايز يوصل بدون ما يقطع هذا الماء يعني فبالفعل تم اختيار موقع الفسطات وحتى اختيار موقع الفسطات له دلالة كبيرة جداً على الايدولوجيا التي حكمت هذه المدينة الفسطات حتى للي يروح دلوقتي هيلاقي ان الفسطات في قلب المدينة يعني احنا منروح دلوقتي لمسجد عمر بن العاص جنبيه على طول الكنيسة المعلقة لو انا يعني متذكرة اسم كويس وجنبيه على بعض خطوات المعبد اليهودي فحتى بيستموت مجمع الاديان فاختيار الموقع له دلالة كبيرة جداً هذه العقلية الحاكمة للفسطات جاءت بايدولوجيا او دوافع سياسية انفتاحية هي تريد ان تنفتح على ما يجاورها من مدن تريد ان تنشر الدعوة الاسلامية للبلد الجديدة اللي هي دخلاها فبالتالي فكرة اقامة سور يحيط المدينة كان يتنفى بالبداها مع نشر الدعوة والدعوة للدخول في الاسلام فبالتالي هذه المدينة حملت بالايدولوجيا التي بنيت على اساسها وهي الفكر الانفتاحي الداعي التواصل مع ما يجاورها من مدن الدخول وخروج الناس من المدينة وبالعكس ده كان امر مطلوب ومرغوب ان اكبر قدر ممكن من الناس تدخل الى هذه المدينة واكبر قدر يخرج ويتم نشر الدعوة الاسلامية الجديدة في داك الوقت ايضا اختطاط المدينة كان امر تابع تماما لسكان المدينة حتى كانوا بيختاروا من كل قبيلة وشخص بيختط حسب القبائل وبطن القبائل وما الى ذلك يعني السلطة المجتمعية تغلبت بشكل كبير جدا في الفسطات دور السلطة السياسية توقف عند اختيار موقع المدينة وبناء المسجد الجامع الذي هو نواة المدينة احنا بنتكلم عن حاجة سبقة لواسط احنا متكلم دلوقتي في عهد سيدنا عمر بن العص وعهد سيدنا عمر بن الخطى بريد الله عنه ثم انتقلنا لمدينة اخرى الدولة الاموية بعد فترة الخلافة الراشدة وبعد قيام الدولة الاموية بقى عندنا حكم جديد انشئت ايضا له مدينة جديدة وهي العسكر المدينة دي بدأت برضو تأخذ بقى النهج الدفاعي او النهج العسكري هي حتى كان بيشار اليها ان هي يعني ما يشبه ضحية كبيرة للعسكر والجند اكتر من انها تكون مدينة يعني وهنشوف بعد كده ازاي المدينة دي في الاخر بدأت تلتحم مع ما قبلها اغم ان هي كانت مع ما سبقها اغم ان هي كانت انشئت لغرض غير هذا هي كان يراد بها ان هي تكون معزل للجند عن او العسكر عن اه عن مدينة الفستان ثم انتقلنا لمدينة تالتة اللي هي برضو كانت جات بعد حكم جديد الحكم حكم والي من ولاد العباسيين احمد بن طولون واحمد بن طولون ده نشأ اصلا في مدينة سمراء كنا تكلمنا عن سمراء اه من دقائق قليلة وهو حتى تأثر بعمارة سمراء حتى بنا فيها مسجد احمد بن طولون الشهير حاليا ذو القبة الملوية الشهيرة جدا والقبة دي كانت عفوا المئذنة ذو المئذنة الملوية الشهيرة والمئذنة دي تطابق المئذنة الملوية اللي موجودة في مدينة سمراء فهو يعني حمل ارثه وتاريخه القادم به من سمراء واعد تكوينه واعد سياغته في القطائع نفس ما انطبق على العسكر انطبق على القطائع كانت برضو مدينة مخصصة لسكن الجنود الحاكم وجنوده وحشيته يقال حتى انه كان العام ما يمنعون من دخول القطائع بعدين وصلنا بقى بعد القطائع هننتقل لي انا عمال اعيد الكلام حكم جديد الدولة الفاطنية لا هنسكن في الفصدات ولا هنسكن في العسكر ولا هنسكن في القطائع حكم جديد اذا ستؤسس عاصمة جديدة يعني خلاص القاهرة الحقيقة مثال يعني شديد الوضوح والسراء على فكرة العاصمة الملكية او فكرة المدينة الملكية المدينة التي تحوي الملك ولا تحوي احدا سواه القاهرة اللي يفرق القاهرة عن العسكر والقطائع وخلى يعني العسكر والقطائع ملهمش العمر الطويل اللي كتب للقاهرة العسكر والقطائع فيما بعد التحموا وكل المدن اللي هي انشئت عشان تكون ضواحي عسكرية خلاص برضو التحمت بالمدن اللي جنبيها بعد كده القاهرة اللي يمكن يفرقها ان هي كانت منذ قرار انشاءها محملة بايدولوجيا سياسية ودينية واضحة جدا احنا عارفين الحكم الفاطمي كان حكم شيعي فاراد ان يتخذ المكان اللي يكون يعني من حيث الموقع من حيث الموارد اللي يكون يعني نقطة انطلاق قوية لأحلامه التوسعية في نشر المذهب الفاطمي عفوا في نشر المذهب الشي يعني الدولة الفاطمية ما كانتش دولة منغلق تريد ان تنغلق على نفسها كان عندها رغبات توسعية كبيرة جدا وبالمناسبة الجامل الدولة الفاطمية كان اصلا يعني مؤسس الخليفة مؤسس الدولة الفاطمية وصيست في البداية زي ما احنا عارفين في شمال افريقيا للبونس حاليا انشأ مدينة اللي هما جم منها اسم عبدالله المهدي مدينة اسمها المهدية منسوبة لاسمه حتى تاريخ انشاء هذه المدينة برضو ينطبق عليها تقريبا كل ما سنراه ينطبق على القاهرة يعني هي تاريخ بيعيد نفسه او سنة يستنها الحاكم فيسير عليها من بعده يعني هو كان الحكم الفاطمي كان في مدينة اسمها زويلة ثم انتقل عشان لما حاب يأسس دولة فتية جديدة أسس مدينة جديدة جنب زويلة وسمها المهدية وكان فيها امر غريب جدا المهدية دي المهدية كانت تحوي قصر الحاكم والاسواق طبعا قصر الحاكم وحاشيته خلاص وابناء وما الى ذلك والاسواق ومحاطة بسور وعلى بعد مسافة يعني مسافة ليست بسيطة مدينة زويلة اللي هي مدينة العامة فكان الناس بينتقلوا من زويلة بالنهار يروحوا للمهدية لتجارتهم والاسواقهم ثم بالليل يمشوا من المهدية وتغلق وراءهم الاسواق ويرجعوا لسكنهم فين في زويلة فالناس اشتد عليهم الامر وشق عليهم الامر واشتكوا الى الخليفة عبدالله المهدي قالولوا ان الارتحال ده يشق على رعيتك الناس سكنة في مدينة والاسواق والدككين في مدينة اخرى ويوميا بيرتحلوا ما بينهم فهو الحقيقة اجابهم اجابة يعني تكاد تكون يعني بليغة ومعبرة ومختصرة لطبيعة الايدولوجيا السياسية الحاكمة هو بيقول لهم ان اذا كان ارتحالهم كل يوم ده ما بين المدينة المشقة لهم فهو راحة لي فانا بالليل فانا بالنهار افرق بين اموالهم وبيوتهم وبالليل افرق بين اهلهم واموالهم فامنوا غائلتهم في الليل وفي النهار يعني بالنهار هم في المدينة الكبيرة والاسواق مقفولة وبيبيعوا ويتجروا واهلهم في زويلة فما يقدروش يثوروا علي لاني ممكن اروح يعني ابيد اهلهم وفي الليل هم نايمين مع اهلهم بس اسواقهم وتجارتهم انا اقافل عليها بالصور اذا انا ضمنت الا يعني يفكر هذا الشعب ابدا في ثور علي لاني افرق بين اموالهم وبيوتهم فامنوا غائلتهم بالليل والنهار غائلتهم يعني قيمهم او ثورتهم او غدرهم او ما الى ذلك يعني فهذا الفكر الحاكم في المهدية هو الذي جاء الى القاهرة بذات الايدولوجيا بذات الفكر الحاكم بذات النسق الحاكم ليؤسس عاصمة ملكية جديدة بعيدا عن كل العواصم السابقة واختار القاهرة اوسست كعاصمة ملكية تماما تحوي قصر الحاكم اه ومحاطة تماما بسور والدولة الفاطمية بقى الاضافات بقى لاضافتها الدولة الفاطمية عما سبقها من مدن ملكية الحياة الدولة الفاطمية كانت عبارة عن يعني آلة دعائية متحركة كان الجزء الدعائي وجزء الرسائل الرمزية واثارة الوجدان كان في اعلى صور وعند الدولة الفاطمية وبدليل ان احنا لسه حتى الان عايشين على ارث الدولة الفاطمية الارث الدعائي بتاع الدولة الفاطمية يعني احنا حتى الان عندنا لسه فنوس رمضان مش عارفة ميد النبي الحاجات دي كلها من مورسات الدولة الفاطمية وهي الحقيقة كانت نكحة جدا في الجزئية دي يعني بدليلنا لسه مستمرة بعد كل هذه القرون فالدولة الفاطمية كان عندها هذه الرغبة الدعائية هذه الاهداف الدعائية لنشر الفكر الشيعي او المرهب الشيعي فصمموا مدينة القاهرة بما يتناسب ويخدم هذه الافكار الدعائية فانشأه مثلا هو عايز يمشي الخليفة عايز يمشي في موكب بين الناس والناس كلها تطلع تمشي وراه وتحيي وما الى ذلك فهو شاف انه مفيش طريق حتى يصلح انه يعمل في موكب فانشأ طريقا خاصا بنسميه القصبة في القاهرة الطريق ده كان منشأ بهدف سير الموكب الملكي فيه واحتشاد الناس حوله وما الى ذلك فالقاهرة صممت بدلا بقرار انشأها وحتى اخر قرار فيها كان لخدمة الهدف السياسي وطبعا احيطت بصور وبدأ الناس في مصر يسموها مصر المحروسة احنا حاليا لما بقول مصر المحروسة فيه ناس بتعتقد ان اصل التسمية ده يرجع لان مصر محروسة ربانيا يعني ربنا حارسها لا الحقيقة مش ده اصل التسمية رغم ان مصر لها يعني مقافر اخرى في الدكرة الدينيا يعني لكن فكرة مصر المحروسة لا ما كانش ده اصل التسمية واصل التسمية يرجع للناس اللي كانت سكنة بقى عامة الشعب اللي سكنين في التحام المدن السابقة كانوا بيقولوا ان دي بقى المصر المحروسة المحروسة بصور المحاطة بصور فالتحام المدن الثلاثة السابقة العسكر الفصاط والعسكر والقطائع مثل لي هي دي المدينة اللي فيها الناس عايشة وفيها الأسواق وفيها التجارة ثم بقى عندي القاهرة الملكية المسورة بصور اللي فيها الحكم وإدارة الدولة فأصبح عندي ما يشبه عاصمتين في مصر بنطلق عليها القاهرة أصبحت هي العاصمة السياسية أو العاصمة الإدارية المكان اللي بيدار منه الدولة والتحام الثلاثة عاصمة السابقة الفصاط والعسكر والقطائع أصبح عندي ما يطلق عليه العاصمة المتروبولية أو العاصمة التجارية أصبح عندي عاصمتين واحدة لمعايش الناس وتجارتهم وواحدة لإدارة السلطة السياسية ثم بعدين زي ما شايفين حضراتكم في الخرائط بدأ زي ما قلنا تلتحم تلتحم الثلاثة عاصمة والقاهرة لسه مغلقة حتى جاء الحكم الأيوبي ملاحظين إحنا دلوقتي النقلات لطبيعة المدينة وطبيعة الأمارة وطبيعة العمران بتتغير شخص الفرد الحاكم وأيدولوجيا وفكر وتوجهات الشخص الحاكم لما جاء الحكم الأيوبي أو الدولة الأيوبية على العكس تماما الدولة الأيوبية كان عندها مشروع دفاعي واضح خارجي وليس داخلي كان ساعتها عندنا مشروع دفاعي كبير جدا من الهامة الصليبية فأنشأ صلاح الدين قلعة الجبل أو القلعة الشهيرة حاليا لتكون هي حماية للجند وإدارة الدولة وأراد هو بقى أن يذوب هذا الاتجاه الغالق للقاهرة فسمح للناس بدخول القاهرة وبناء مبنيهم وبدأ الصور بتاع القاهرة اللي بيخض ديها من كل ناحية بدأ يذوب ويتفاعل ويدخل من ضمن المدن الثلاثة فبدأت تندمج عندي بقى القاهرة الكبيرة تماما اللي هي قاهرة الفاطميين والفصاط والعسكر بدأ كل ده يلتحم ويكون مدينة كاملة لكن مقر الحاكم في قلعة الجبل وحتى هذا القرار بتذويب المدن كلها مع بعض أيضا كان قرار الفرض الحاكم أو الشخص الحاكم نتفق بقى نختلف لا هنا بقى كان عمله وأصل هنا كان بيدفع عن العدو الخارجي إنما ده بيدفع عن العدو الخارجي زي ما قلنا احنا بنقر الحقائق التاريخية والحقيقة هي شرحة نفسها بنفسها يعني مش محتاجة حتى ان احنا نقول ده كان عمل صح وده عمل غلص زي ما حضراتكم شايفين اتكلمنا عن مجموعة كبيرة جدا من المدر الإسلامية في مصر وبرا مصر اتقرين الأحكام الفقهية العمرانية التي اتفقت عليها الجماعة المجموعة الإسلامية الناس المسلمين اللي اتفقوا عليها ولو تلاحظوا حضرتكم هنا أنا عملت تشيكليست ما بين أبين كل مدينة حطيت معايير الاحتكام أو معايير الفقه العمراني وقارنتها في كل مدينة وشفنا كم مدينة حققت هذا المعيار وكم مدينة لم تحققه عشان نوصل في النهاية لنتيجة الحقيقة دايما لما بنقول ان احنا بندرس المدينة الإسلامية يعني دايما ينزغ لنا كده انه بناخد خز انه انتو بتنظروا اليها نظرة عطفية او انتو بتقيموها تقييم عطفي لا ابدا بالعكس يعني الجدول ده أبسط مثال وحاجة شرحة نفسها يعني بتقول انه التاريخ المدينة الإسلامية رغم يعني متانة وثراء وأصالة الفقه العمراني اللي حكمها الا انه في معظم حالات المدينة الإسلامية لم تتبع هذا النسق الواضح الموزع للسلطات وفي معظم الأحيان كانت السلطة الفردية او الميول الفردية لشخص الحاكم تطغى على السلطات المجتمعية كلها وهنشوف حتى انه يعني من القراءة النظرة السريعة للجدول انه الفترات اللي اتسقت فيها اتسق فيها القرار السياسي مع الأحكام الفقهية المنظمة كانت فترات صغيرة جدا وضئيلة جدا في عمر الدولة الإسلامية اللي بنسميها بقى الحكم الراشد او الفترة الراشدة اللي حتى بنقدر نقول ان هي كانت بداية الحوكمة يعني او اسست لفكرة الحوكمة الرشيدة فعلا بنشوف مثالها لكن كان مثال خاطف وسريع جدا فبعد ده كله نقدر نخرج بمجموعة من النتائج بتبين امتى القرار السياسي اتخذ بناء على اهداف سياسية اهداف جيوسياسية اهداف تأمينية اهداف دفاعية وامتى العكس تماما امتى كان هذا الخطر الداخلي كان يعني يحتاط له اكثر من الخطر الداخلي شفنا مستويات السلطة ما بين المجتمعي والفقهي وامتى السلطة المجتمعية اه تغلبت وامتى السلطة السياسية تغلبت وامتى تساوه اه شفنا ايضا اه مجموعة العوامل الحاكمة اه اللي كانت بتحكم العقلية الحاكمة وهي بتتخذ حتى قرار تأسيس المدينة واسباب تأسيسها وان كانت اسباب تصب في مصلحة المدينة ام تصب في مصلحة اه حاكم الدولة ان نقدر نخرج ب اه يعني مخطط سريع جدا كده ماكرو ليفل لعلاقة السلطات الحاكمة اه او السلطات التي تحكم المدينة الاسلامية السلطة السياسية والسلطة المجتمعية احنا بنقول انه الحالة المثلة بنتمنى بس انه السلطة السياسية تتساوى مع السلطة المجتمعية شفنا نماذج لمدن السلطة السياسية توغلت على السلطة المجتمعية واخذت من ادورها واضافتها ليها وشفنا حالات فاقة المثالية كانت السلطة المجتمعية فيها هي المسيطر وهي صاحبة القرار الاكبر ودور السلطة السياسية صغير وضئيل جدا لكن زي ما اشرنا دي كانت فترات قصيرة جدا في التاريخ الاسلامي في النهاية يعني بحب ان انا زي نشاط كده عشان الموضوع ما يتحولش لي رص وتلقين يعني حتى لما بكلم طلبة في الموضوع ده بحب اعمل معهم النشاط ده يعني انا بقول له تخيل انه احنا بنقول لوجهين لعملة واحدة تخيل ان انا عندي العمران والسياسة دول واجهين لورقة واحدة فانا بقول له واطلب من حضرتكو برضو لو حد حابب بعض المحاضرة يتسلى بحاجة زي كده يعني لو هيمسك ورقة والوجه الاول لها هيتخيل نفسه حاكم لمدينة اسس مدينة جديدة على بياط وهو الحاكم هو حاكم هذه المدينة وهيكتب على الورقة من فوق انه ده هيخطط هذه المدينة تخطيط يعني بين القوسين كده ديمقراطي يعني انا الالفظ دي يعني بما انها تسميتي فمش اوصر يعني ولا اجزل بانها صحيحة 100% هتخيل ان انا هصم المدينة بتصميم ديمقراطي بنواقع حتى القراءة اللي قرأناها كلها عشان نأكد فكرة ان القراءة التاريخية ما بتتقفلش بعده من خلص ما بنقفلش الصفحة ونقوم احنا بنطلع منها بحاجات كتيرة بتستمر معنا وبنبني عليها مستقبلا فتخيل حضرتك ان انت كحاكم هتخطط مدينة وفقا لمعايير الفقه العمراني الحاكم انت عارف دورك كسلطة سياسية عارف وظيفتك اللي هي وظيفة تيسير امور الناس لا اكثر من ذلك ولا اقل من ذلك وهتخطط مدينة على هذا الاساس ثم اقلب وجه الصفحة الاخر واكتب من فوق عنوان التخطيط الاستبدادي ودي برضو يعني هحطها بين قوسي وعايزة حضرتك برضو تتخيل على الوجه الاخر من ذات الورقة انه حضرتك حاكم المدينة لكن عندك هواجس امنية كبيرة جدا عندك تخوفات من سكان المدينة نفسهم يعني امور حكمك مش مستقرة وثبتة فعايزة حضرتك تتخيل هتخطط المدينة على اي اساس وهل في الاخر الوجه ده هيبقى زي الوجه ده لما خططت المدينة تخطيط زي ما لما انا شفت عندي الفسطات وشفت القاهرة هل تخطيط حضرتك على هذا الوجه هيكون نفس تخطيط الوجه الاخر يعني هكون متشوقة جدا ان انا لو شفت الناس هتفكر انا شخصيا لما بطلق لخيال العنان يعني الورقة دي بعمل فيها حاجة والورقة التانية بعمل فيها حاجة تانية خالص او نفس الورقة لكن كل منهم واجهة اخر فهل العمران والسياسة ينفع نشوفهم واجهين لورقة واحدة ده سؤال يعني او نشاط فيما بعد في النهاية حبيت ان انا اذكركم بمقولة لتأصيل لعلاقة العمران بالسياسة من مقدمة ابن خلدون الشهيرة الغنية عن التعريف ابن خلدون كان ليه اطروحة عميقة جدا ومن اوائل الاطروحات المؤسسة لفكرة العمران البشري وعلاقته بيه السلطة الحاكمة وكان يعني انا حتى يعني بحثت في الموضوع ده وكان له نصيب كبير عندي في السلطة المجلسطير كنت حبة ان انا اربط الجزء التحليلي بجزء فلسفي فابن خلدون في مقدمة بيقول الدولة دون العمران لا تتصور والعمران دون الدولة والملك متعذر هو بيقول ان العمران والسياسة لا يمكن ان يفترق وان عمران بدون سياسة لا يكتب له الاستمرار وعمران بدون سياسة لا يكتب له الاستمرار وبيقول ايضا في اشارة اخرى لطبيعة السلطة الحاكمة الظلم مؤذن بخراب العمران الظلم مؤذن بخراب العمران وكان عنده ربط حتى بقوة الحكم السياسي وعلاقته بقوة ومدى قوة عمران المدينة وحتى التاريخ على فكرة بيشهد بصدق هذه الاطروحة في كثير من المواقف كنا تكلمنا عن المهدية وانه الدولة الفطنية سابتها ورحمت للقاهرة المهدية بعد ما كانت عاصمة وهجرت ولم تصبح عاصمة كثير من القراءات ترى ان هي بدأت يندثر فيها العمران وتكاد يعني تتحول الى ما يقش به قرية بعد ما كانت مركز للسلطة الحاكمة لما السلطة السياسية هجرتها وعشان محدش يقول ان احنا بنقرأ التاريخ فقط يعني احنا بيفصلنا فترة زمنية كبيرة جدا جدا عن الفترات دي لكن لا اظن ابدا انه لا النسق الحاكم ولا طريقة التعامل ولا النسيج البشري الناتج عنها لا اظن ان هو يفصل ذات القدر بل يعني الواحد بيستغرب من مدى التشابه المصر الى في النقاط دي لك ان تدخل مثلا وتقيص ذلك على الوضع الحالي انظر الى اي مدينة في بلدك ان كانت عاصمة وعلاقتها بالمدن الاخرى اللي على اطراف او البعيدة عن مكان الحكم السياسي لتجد انه بطريقة او باخرى الاطروحة الخلدونية من مئات السنين اللي بنهاجمها وبنقول عايزين نتخطى الفترة دي انطبقت على وقعك الحالي فاحنا تفصلنا مسافة زمنية عن صحيح قرون عن تلك الفترات لكن المسافة يعني العقلية والذهنية ليست بذاك القدر الوسع ابدا ان شاء الله تكون محاضرة بسيطة وستكون حضراتكم استفدتوا يا رب ما كنش اطلت وشكرا جزيلا لوقتكم وشكرا جزيلا لاستماعكم وانا مش حطى نفسي يعني في مقام ان انا بقلقي محاضرة والناس بتسمع خالص نقاش او يعني عصف ذهني بيننا جميعا اتمنى لو حد يعني يسريني ويصحح لي ويفدني ويزود معلوماتي اكون شكرا جدا وشكرا جدا لوقتكم يعني شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا يا دكتورة العفو العفو شكرا جزيلا يا دكتورة مرور باعتبار ما سيكون قريبا ان شاء الله بوجه تحية الاخوية عمر على مجهوده رائع وايضا وجود البروفيسور جلال عبادة اعطي له الف عافية واخويا وحبيبي واستاذنا كلنا روفيسور ايمن اسماعيل اللي وحشني جدا جدا ربنا يعطي لكم كلكم الصحة والعافية يا رب وان شاء الله يكون الظروف السياسية والعمرانية تسمح لي باني ألتقي معاكم كلكم ان شاء الله قريبا انا الحقيقة مروة متأكد ان في ناس كتير جدا عايزة تسأل حضرتك اسئلة كتير على هذا الموضوع السوي فانا مش عايز اخد وقت الا ان انا اقول حاجات بسيطة جدا واحدة منها ليها علاقة بالتساؤل المهمة اللي حضرتك ترحتيه في الاول الخاص بقيمة التاريخ وقيمة فهم التاريخ وانا بتحضرني هنا مقالة صغيرة رائعة كتبتها المرحومة المؤرخة والناقدة والكاتبة الفزة جانت ابو لغد كانت بتتكلم فيها على ان التاريخ هو تفسيرنا المعاصر لما حدث فهي تقصد كما طرحتي حضرتك ان احنا حتى قراءتنا للتاريخ قراءة بتنتج من فهمنا المعاصر بتنتج من متغيرات جديدة وبالتالي حتى التاريخ نفسه بيتحول الى منتج ديناميكي فكرة ان التاريخ قطعة اثر بننظر اليها تجاوزناها جدا وخاصة عندما يصبح التاريخ في مجموعة من الجوانب اللامة الموسة في هذه الحالة هذا الجانب اللامة الموسة يستحق اخضاع الافكار واخضاع الفكر انا ايضا فخور جدا بحضرتك وفخور بالدكتور ايمان اسماعيل ان احنا جات لنا اسمحي لاستخدم التعبيد ده جات لنا الجرأة في مصر ان احنا نبدأ نتكلم على العمارة والعمران والسياسة انا من الناس اللي يعني واجهت صعوبات كبيرة جدا جدا زمان من 30 سنة اما بنتكلم مع اسد زيتنا في العلاقة ما بين العمارة والعمران والسياسة فيقولولنا ايه العلاقة ما رحتش ليه كلية العلوم السياسية ايش دخل العمارة والعمران في السياسة فانا بعتقد ان الجهد حضرتك مع بروفسور ايمان هو اظهار لان قضية العمارة والعمران وزي ما حضرتك طرحتي في كتابات ابن خلدون لا يمكن فصلها باي حال من الاحوال عن السياق السياسي يعني اي شخص يقول ان من بناء محطة اوتوبيس الى بناء عاصمة جديدة لا يوجد طرح السياسي وبعد السياسي لهذا العمل انا اعتقد ان هو يبقى بيغفل يعني اغفال شديد جدا لما معنى العمارة وقيمة العمارة وقيمة ايضا وتأثيرها السياسي انا ايضا دكتورة مروة سعيد جدا بتجنب حضرتك ما اسميتي المدخل العاطفي وانا موافق جدا احنا لفترات كبيرة جدا جدا انغمسنا في ما يمكن ان اسميه انا الطرح العاطفي للمدن المجتمعات الاسلامية وخاصة في قضية تحليل العلاقة بين الحاكم والشعب لم نكن مدركين ان التحليل العميق اللاعاطفي الاكثر عقلانية لنسيج مدن المجتمعات الاسلامية يظهر نسق متكرر حضرتك بيانتي امثل عليه ان الحاكم كان سعيد بالانفصال ان الحاكم كان يدعي التواضع ويدعي التفاعل في الوقت اللي هو كان بيحاول بقدر المستطاع ان يكون بعيدا تتأملي حضرتك في امثلة من اول تونس المهدي والمنصور العراق دمشق القاهرة كيفية تحرك مقار الحكام وتبدلها وتحولها ده في قضية مثيرة جدا يا دكتورة تحول القص الى قلعة يعني اصبح مقار الحاكم قلعة داخل المدينة فجي ايضا ثم حجم هذا القص ازاي القص ده يبدأ يتبخم وفي بعد كمان تاني تيبغرافي يا دكتورة ان يبدأ المقار ده يبقى هو الاعلى هو اللي بيشرف على المدينة هو اللي بيسيطر على المدينة فده يربطنا كمان بكلام حضرتك الرمزي ان في بعض رمزي وهو انني الاعلى انني الاقوى انني الذي اراكم تقريبا انا اللي بملحكم الحياة اخر نقطة دكتورة لها علاقة بفكرة الفارق ما بين المدينة في سياق المجتمعات الاسلامية وبين حالتنا المعاصر لان احنا في الوقت التاريخي القطور التاريخية اللي حضرتك طرحتيها معانا احنا بنتكلم اكتر على ما يمكن ان نسميه المدن المستقلة يعني انا بطلع من بغداد بطلع للكوفة انا بطلع من القاهرة بروح لدمشق انما احنا الحالة اللي احنا فيها ديها دكتورة حالة الدول لا يمكن حاكم يدعي الان انني احمي مدينة انا مطالب ان احمي مدينة الجيش والحاكم مطالب ان يحمي دولة مطالب ان يحمي حدودك اذا بدأت مدينة معصرة تهتم بحماية مدينة تدريكي مباشرة ان كلام حضرتك سليم 100% ان ده معناه ان احنا بنتحول من الحكم الديمقراطي الى الحكم الاستبدادي وبالتالي يا دكتورة انا بقول ان محضرة حضرتك هي محضرة كاشفة ومحضرة هامة ومحضرة تؤكد على اهمية فتح النقاشات الناقدة الفاحصة من اجل فهم اكثر عمقا للماضي وايضا اثقاطا افضل على تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل وربنا يوفقك وتمنياتي ليك بان احنا نحتفل بحصولك على الدكتورة قريبا جدا ان شاء الله واسف على الاطالة لاني متأكد ان فيه كتار عايزين يسألوا شكرا يا فندم شكرا يا دكتورة شكرا يا اخويا عمر انا لا اعرف ان حضرتك ودكتور ايمان هتكونوا حضرين كنت احضر افضل من كده لا شرف لي والله يا حضركم والاستاذ الجليل ويعني اشكرك على سناء حضرتك انا زي ما قلت لحضرتك انا يعني بطرح نقاش او مجرد قراءات يعني عمرها ما تصل لتعمق قراءات حضراتكم يعني وسعيدا ان حضرتك تفدني وترد علي وتسري وتفتح لي افق جديدة وشكرا جزيلا يعني انا لشكرا لوقت حضرتك جدا 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 واحنا نتمنى نكون بس يعني تلامزا وجباء لحضراتكم جميعا شكرا جزيلا المهندسة ماروك هتكتب اهداء للدكتور علي عبدالرعوف في الرسالة بتاعتها وفي طبعا الناس كتيرة كتبوا اهداء كتب اهداء للدكتور علي عبدالرعوف استاذ العمارة في جامعة حمد على بلغ قرامو على بلغ قرامو ودعمه على المصار الشخص والاكاديمي وما عنداني به من مراجعة وعبحات كانت لها كبير الاثر كانت لها كبير الاثر اه على اسراء من حتاب البحث مقدمة النموذج حقيقا للمعلم الحق والاستاذ الكبير لازم لا ينحصر اعطاه على طلباته المباشرين بحسب ودلوقتي معنا الاستاذنا الكبير اللي هو كان مرشف على الرسالة الاستاذ البكتور ايمن محمد اسماعيل استاذ تخطيط والتصميم البيئي قسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة يا جامعة تفاهم فضل استاذنا انا بقى ناطح والله بدون مبالغة وبدون مجاملة واسدتك عارفين ذلك يعني انا بمشي كده بين الناس يعني بفتخر بالانا تتلمس على قديهم وناطح بين الناس بقول انا تلميذ الدكتور ايمن وتلميذ الدكتور علي وتلميذ الدكتور انير اه يعني بحس كده ان انا عندي ميزة فوق الناس ان انا تتلمس على قديهم يعني وزي ما حضرتك قرأت ان انا يعني صدق او لا تصدق على كل هذا انا عمري ما تشرفت بلقاء دكتور علي لكن كان بيعملني معاملة الاستاذ والطالب تماما كما زي اي طالب درسه طول عمره يعني ودكتور ايمن ودكتور امير يعني كلامي فيهم هم ونستمعوني خلاص فانا الحمد لله ده رزق كبير من ربنا وكرم وفتح من ربنا ان انا يشرفني حضور اساد زي دول ويدوني من وقتهم انهم يسمعوا يعني لطالبة صغيرة لسه يدوق بتبدأ تفكر يعني انا مش عارفة او في ده شكرا انا شكرا شكرا يا دكتور اميروى بحكم يعني ما سوف يكون قريبا ان شاء الله وطبعا انا مش اول مرة استمع لمروى ولا اول مرة اصرد وده من اللي تدريسي لقدراتها الفائقة على الفناء والدكتور بل هي صاحبة الجهد الاصمي في الموضوع كله وهي التي كافحت ونضلت واصرت على مواقفها ومازالت تصر على ذلك وطبعا اخي وصديقي وحبيبي يا دكتور علي عبدالرقوف اللي وحشنا جدا 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 ونفسنا نحضر محاضراته كما عودنا احنا صغيرين واخنا كبار واخنا بنقرأ لكتبه ولمقالاته دايما فيعني اشكر بي هو وجوده معنا النهاردة وهي مجرد ملاحظات عابرة يعني انشاءة التطبيق لان اسمات اختنا ماروة وعية بتقول ان مفيش مرحلة زمنية عدت الا وكان كل حاكم بيحاول ان هو يعمل عاصمة جديدة او مقر جديد للحكم واعتقد ان ده كان ليه استثناءات كثيرة يعني يمكن منها دولة الايوبيين ودولة المماليك حتى اربع اواخر ايامهم خاصة فيما عرف فيما بعد بمقابر المماليك ويمكن الناس كتير ما كانتش عارفة ان ده كان اول مشروع للضواحي او لمحاولة عمران خارج اطار القاهرة التقليدية لان طبعا كل صلاطين المماليك اقاموا عمارتهم داخل شارع المؤزة وداخل القاهرة التاريخية ولم يسعوا الى اقرامة عاصمة مختلفة لهم وما حصل كما حدث مع الفاطليين ومع غيرهم طبعا مش عايزين برضو نخفل قضية ان تطور مفهوم الحكم وتطور مفهوم العمارة وعلاقته بالحكم هو تطور طبيعي زيه زي تطور البشرية بصفة عامة ومؤسساتها وانظمة فيعني مش محتاجين ان احنا نقول ان ليه اهداف او ليه اغراض او نوع تشويه او يعني حصل في اوروبا وحصل في القرون الوسطى ان الدول بحكم تطورها بتعدت قليلا عن مركزية الدين في الحياة وبدأت بقضية فصل الدين عن الدولة واميتها يعني يمكن بدأ بانت قوي كما اشارت في الدولة الفاطمية في مصر ولما عملنا رفع للقصر الشرقي والقصر الغربي وقسنا مساحتهم مقارنة بمساحة القاهرة اللي هي كانت تقريبا كيلو في كيلو وجدنا انها كانت بتمثل حوالي مروة 34% من ملزانية استعمالات الاراضي فلك ان تتخيل ان هي والبستين الكفور اللي كانت محيطة بيها والاقطاعيات اللي كانت حولها ان دا كان يمثل 34% من مساحة القاهرة فقط لدار الامارة فطبعا دا كانت ملاحظة هامة جدا وباقي القاهرة باقيت الناس يمكن ما كانوش برضو واخدين بالهم فاكين القاهرة دي المنطقة الشعبية او المنطقة اللي بيشوفوها النهار دا يلا نروح الحسين يلا نروح الازر يعني لا ما كانتش كده خالص ان هي فعلا الاسوار وكانت دا دايما للطلاب عندنا بنقول لهم ان دا اعتبر اول اتعمل في مصر فالفكرة القاهرة المصورة دا هي ومركزية النظام السياسي فيها والملاحظ كمان المسافة البينية اللي بين الجامع الازهر وبين القصر فعلى عكس دور الامارة اللي كانت في ايام سيدنا عمر بن العاز وغيرهم اللي كان ملاصب كان مجرد يفتح باب بيته حتى في عهد ابن طلون كان يفتح باب بيته يروح داخل من ايه من على المسجد على جامع الكبير اه على الجامع الكبير فده كان النهج اللي هو ايه التحام السلطتين مع بعض اما في عصر الدولة الاموية وده كان يعني شيء برضو ملفت ان رغم ان هي كومباوند على عائلة الملك وغيرهم اه الى ان المسافة بين الجامع الازهر وبين قصر الامارة مسافة موكب وهذا طبعا ايه يعني قد يكون ليه دلالات هامة كما اشارت مروة فهم دور النقطتين اولهم يعني استثناء بعض الفترات من قضية وجوب وجود تغير في العاصمة وطبعا مفهوم ان ليه الايوبين مختاروش يعملوا عاصمة جيدة ان هم اصل معمروش غير ثمانين سنة وكان القلعة صلاح الدين اه كانت ما كانتش مقرر الحكم وان كانت اصبحت بعدها مقرر الحكم فيه سابقة هي برضو لها دلالات ولا تخلو من اشارات مهمة جدا ان صلاح الدين اللي حاول يأمن القاهرة وعمل صور اضافي حوالين القاهرة كلها يضم الفسطات ويضم القطائع ويضم القاهرة الفاطمية كان متخذ هذه الاسوار لحماية القاهرة من الغزوات الصليبين بعدهم الخلفاء او الصلاطين المماليك وبعدهم حتى عهد الخليو اسماعيل كانوا بيتخذوا القلعة هي ايه مقرر الحكم ويما حصلت مناوشات ما بين مسجد السلطان حسن سطح السلطان حسن وبين القلعة عندما تمرد بعض الناس على الملك وقتها واشكر للجميع هذه المحاضرة الشيقة واشكر المروة وجميع الاخوة لمحاوبين الله جزاك المفترض يا دكتور شكرا لمحضرتك شكرا لوقتك اه طب الاستاذنا تجيزي للدكتور جلال بابر السلام عليكم عليكم السلام عليكم سابقاً يا احمد الخليف من صومر مش كبير ولا حاجة يعني كلنا بحسين وانا سعيد جدا ان تعلمت حاجات كثيرا من عرض المهندسة او الدكتورة مروة فرس سيدة تحياتي للدكتور علي البروفيسور علي عبد الرؤوف والدكتور عامل اسماعيل والدكتور عبير اللحام وزملاء آخرين كثيرين وطبعا الشكر والتحية للمهندس عمر على الجهد الجميل جدا عرض حضرتك عرض هايل ولكن يغطي جزء كبير جدا من الموضوع الحياة يعني كما نسميه بالانجليز هو سهل ممتنع كنت اتمنى ان يكون في بعض العامل الاخرى ان هي تموجد في الاعتباعة اعتقد ان ده بحث جاري مش متأكد اذا كان ده بحث يعني مازال جاري ممكن الاستفادة من بعض الاراء او ان هو بحث منتهي وبالتالي في بعض الامور انا اعتقد ان هيكون لها قيمة مضافة لبحث حضرتك طبعا موضوع فقه المدينة الاسلامية وفقه العمران مش جديد يعني الكتابات فيه بدأت من اكتر من اربعين سنة من يعني فترة طويلة جدا تهيئة لمستثنيات كمان من باحثين او اسادزة مسلمين وغير مسلمين في جانب كبير استشراقي في الموضوع وبالتالي الواحد ما توقع ده من اضافة اضافتك الحقيقة كانت سهل مبتنى وكان فيه موضوع التراكم المعرفي التاريخي للمدينة الاسلامية فيه يعني كانت تركيزي اكتر على قرار على الحاكم بس ولكن السياسة لم تكن مقصورة على الحاكم فيه بعض الجوارب يعني احبه جدا ان هي ممكن تغدية في الاعتبار في ابحثك القادمة ان شاء الله فين هنا دور الحزبة والمحتسب اللي هو اصلا كان من اهم الادوار اللي كان بيقوم بها مش الحاكم نقدر نقول يعني لو احنا بنكلم عن القرار السياسي احنا بنكلم عن دور السياسة في تشكيل المدينة وعند يتحفز على المدينة الاسلامية يعني لو قلنا من المدينة الاسلامية نقول بن قصين لان فيه جدل كبير جدا حوالين تعريف المدينة الاسلامية هل المدينة الإسلامية ولا مدر المسلمين ولا المدينة أو العمران في المجتمع الإسلامي كل مفهوم من دول لتبعات مختلفة وبالتالي الأفكار والمفاهيم هتكون مختلفة دور المحتسب مهم جدا لأن في الحزبة القانون العمراني لو حددنا الموضوع أكتر وطبعا عندك مخطوطات ابن الرامي ومخطوطات للناس كتير اللي هي كانوا بتمثل وصائق للحزبة كتابات جمال الغطان يرجع للمحتسب ودور المحتسب في إدارة المدينة في الوقت المملوكي على سبيل المسائل فأنا بعتقد إذا اعتبرنا جدليا أن المحتسب والحزبة يجوز أن النظام السياسي الحاكم مدام حضرك بتتكلمي عن فقه المدينة بالمنظور الكلاسيكي فبعتقد أن ده مهم جدا جدا ليس فقط قرار الحاكم أن يعمل مدينة دائرية أو أن يعمل القاهرة مدينة جيتد مصورة وبواباد وكنترول ولكن وظيفة المحتسب اللي ترجب ده إلى عمران بشكل نعرفه يعني شوارع وحارات وطريقة تكوين المجتمعات داخل الحارات إذا كانت في إدن الجروبس ولا فيها حرفية مدعزعة إزاي ولا هم مهاجرين جايين من قبائل معينة فلازم يذكر مع بعض زي زويلة أو غيره مين اللي كان بينظم العلاقات البنائية دي خلال التاريخ ده مهم جدا نحن نفهم آلية إنتاج المدينة وهنا لي يعني ملاحظة أرجو أن أنت يكون عندك صدري جايحة حضرتك مفهوم المدينة الإسلامية في حد ذاته مفهوم جادري في يعني أرى كتيرة وفي حاجات كتيرة جدا كان عرض حضرتك بالكامل عرض منحاز منحاز بمعنى أن هو بيتبع ما نطلق عليه المفهوم الأصولي للمدينة وده ما فيش أي قبار عليه أنت عندك أرجو أنت كل الباحثين في هذا المجال أسدتنا القبار أنت أشارت الدكتور يهمي الأكبر الدكتور صالح الهزدول أسدتنا في المجال أرسوا في ديبيت طويلة ممتدة الأجل على التفسير الأصولي للمدينة اللي هي من هنا ما هي قليات إنتاج المدينة تبقى لهذا المفهوم الأصولي اللي هو بيستند لأن فيه فقه سابت لهذه المدينة طبعاً ده موضوع يعني فيه إشكالي أو فيه إشكالية كبيرة ليه إشكالية كبيرة؟ لأن إحنا بنعمل أن المدينة بنيت بلاء على فقه هناك كلمة الفقه استنادت للفقه الشرعي فقه الشرعي في الجواز الفقه الشرعي في الأتل في الجرائب في العمران لا يوجد هذا الفقه بالبعنى المجرد المفهوم زي تنازلوا مع مجالات أخرى من مجالات الشريعة على سبيل المساعد مع دلاش زمن محدد مع دلاش مكان محدد أن التقاطعات التاريخية أو التراكمات التاريخية دي أنتجت المدينة الإسلامية ده الأزمنة مختلفة ومتغيرة والسياسة مختلفة ومتغيرة السياسة وقت نصرها السلام والخلفاء الرشيدين تثبيت أرقال الدولة وامتدادها وكذا بينما أثناء الأموين كان فيه صراعات أثناء الأموين كان فيه صراعات دامية المماليك طبعا غني على التعريف سواء المماليك البحرية أو المماليك الجراكسة كمية المؤامرات فيه خليفة كان بيقعد يوم وفيه خليفة كان بيقعد ممكن ساعتين فأصد فين التأثير السياسي على شيء مستقر اسم المدينة الإسلامية أي وقت أي زمن ده كان ضروري يكون فيه أو يعني في المستقبل لحضرتك استحسنت الوضع أن يكون فيه فهم وتحليل وتفسير النشأة التراكمية لتريق المدينة خلال الأطور دي فين تثبت وفين المتغير أنا ما قدرش أقول أن فيه حاجة أسواء فقه العمراء الإسلامي أو فقه المدينة الإسلامية ومعديش عامل سبتة دي ده كل متغيرات فإحنا بنسبت المتغير بتفسير قد يكون تفسير جزئي أو مبتصر يعني مش كامل وبالتالي ده اللي بقول العريق منحاس يغيب عن العرض أنت حضرتك أنه فيه مفاهيم استشراق يقلع قيمة بعضها فيه تخريف وبعضها ليه قيمة عملية جدا أندريا يمو على سبيل المثال أنا لما شوف العصر العثماني أو العصر الممنوكي وشوف تفسيرات معينة للمدينة القاهرة كمدينة على سبيل المثال مدينة مقصود بيها المدينة التقليدية مش مدينة يعني اللي هي سيتي لا يقصد بيه مدينة M-E-D-I-N-A بشكلها الشقة ترجمها بالعربي المديني كويس بالتفسير على الشمال الأفريقي زي البهدية حضرتك ذكرتها زي فاس زي تونس المدينة زي يعني موضل أخرى قيروان أهمهم مثلا وبعدين الأصعب من كده لا يوجد عبد حضرتك أي ذكر على الإطلاق للتفسيرات المعاصرة للمدينة كنتاج العوامل مختلفة هذه العوامل عوامل تاريخية ومكانية وتفاعلات مورفولوجية نتيجة العمر احنا بنتكلم عن قليل إنتاج العمر فهنا يعني الخلفية دي بتدي أعمليات معقدة جدا للبناء والهادن التنظيم عادة تنظيم سواء في وقت المحتسب أو غيره لو شفتي على سبيل البساء خريطة القاهرة خلال عصور زمنية مختلفة لو قرنتيها بوصف المقريزي وما بعده هتلاقي أنه كان فيه باستمرار عملية مستمرة للبناء وعادة البناء والتعمير ونغير تاني ونعمل تاني فيه أو فيه شواهب أصلية من وقت الفاطمين ما زالت موجودة ولكن فيه كمية متغيرات رخيبة في الخلايب من المملوكي للعثماني لكذا البناء والتنظيم فيه مفق العمران هنا اللي أنا أقدر أتبه أي عمران العمران المتغير ولا فيه سوابة معينة في هذا العمران أنا حتى فيه معظمها أظن كان لها خلفيات سياسية لها علاقة بالحروب فيه خلفيات فيه خلفيات عسكرية مش سياسية سودي هي الدفاعية على سبيل المثال سياسية ده فيه options إنما القرارات العسكرية حتى الجزء الخاص بالثورات يعني أذكر مثلا بغداد لما قامت فيها الخلاف ما بين الأمين والمأمون المتينة تقريبا بصورتها المعروفة تقريبا أبيدت تماما أحرقت بالكامل يعني أقصف حتى الجانب السياسي مش العسكري يعني مش الجانب الخارجي أقصف حتى الجانب الداخلي التأثر بالجزئية دي عندنا أنا أتمنى على حضرتك أنا أخلص ملاحظة سياسي أتمنى على حضرتك إن تحطي في الاعتبار أو تاخد في الاعتبار بعد كده يعني في أبحاثك القادمة إن لا ننحز إلى تفسير واحد للتاريخ من منطق تعاطفي أو من منطق عاطفي إحنا مسلمين وبالتالي التفسير الإسلامي أن هناك واحد المدينة الإسلامية جر صحيح لأن لم يؤكد ألف في المية في قبل 16 أطروحة مضادة أو معكسة لفكرة المدينة الإسلامية بالشكل المثالي العاطفي اللي حضرتك مثلا ونستنين كتير بحيثين كتير قبل حضرتك أعملوه التفسير الاستشراقي للمدينة كان الموذج نماطي بروتوتيب إن هي مدينة نشأت على الطرق وعبارة عن سوق وليس أصر ومجموعة من الحاجات المتنسرة وعفويا أو عشوائيا امتدت كمدينة ده في حاجات كتير جدا خطأ وفولس لازم يأتي ذكرها ويأتي نقضها وفيه في نفس الوقت إيجابيات كتير جدا لبعض المستشرقين ده برضو بيدي نوع من أنواع التأكيد على التعريف الحرك بيتولي وفي النهاية المفاهيم المعاصرة بالأدوات المعاصرة التي لم تكن متاحا من قبل زي مثلا أعمال كتيرة جدا في تفسير المدن الإسلامية من خلال الألماط المورفولوجية في بعض المآيقز نازمة تقول دي حاجات علمانية أو حاجات دي منفصلة بتفصل الدولة عن الدين أو الدين الحاكم لكذا الأمور دي كلها للأسف مش موضوعية هي شخصية أكتر من كذا يمكن ما توفقش على كلامي كله ولكن أنا أرجو أن حضرتك يعني تعيدي النظر في أبحاثك القادمة أنك ما تلحزيش لمفهوم معين دي من ناحية من ناحية تانية ملاحظة بسيطة جدا أن يكون فيه بعض التدقيق في المعلومات التاريخية بالذات معلومات التاريخية مش ممكنة نحن نبني معرفة لناس تانيين قد يكون يعني الخلفية التاريخية بالنسبة لهم مش قوية على سبيل المثال حضرتك قلت أن كل المودن اللي جاء في القاهرة حرقت اللي قبلها وده مش صحيح الفستات اتحرقت مش عشان ابن طولون جيه وبنى القطائع الفستات اتحرقت مرتين لأزمار كتير جدا بليها علاقة بالأحداث الزمنية اللي حصلت نفس الشيء القطائع ما اتحرقتش عشان العسكر تيجي أو العسكر اتحرقت عشان القاهرة مدينة القاهرة أو قاهرة المنصورية يعني للمعز تيجي كل حريق أو كل حاجة لها ظروف كونتكتوال ظروف خاصة بالسياق الزمني والمكاني بتاعها وليس كانت من سياسات الحكام اللي جم في القاهرة في الوقت اللي حديث قلتين هم يحرقوا ويبنوا جديد ده ما كانش موجود غير صحيح بس ده ممكن يد انتباع يعني خطأ ان حد يسمع من حضرتك ومفروض ان احنا ندقى معلوماتنا التاريخية قدر الامكان انا بهنيك على العرض يعني شكرا لتقبل ملاحظاتي واتمدالك التوفيد شكرا وانسى امر شكرا ملاحظات حضرتك جدا يا دكتور كلها طبعا اخدها في عين الاعتبار جدا عايزة بس لو وقت حضرتك يسمح بالنسبة للقود الاستشراقي في الاشارة الاولى خالص لتعريف اصلا المدينة المخططة وغير مخططة يعني انا طلعتها اولا انا بتعمل مع العرض النهاردة مش مش كعرض يعني هو مش منقش الرسالة او عرض بحثي كامل هو محاولة لتبسيط المفاهيم لناس ربما تكون اول مرة تطلع على النقطة دي او على المبحث ده فعشان كده الامور كانت مبسطة قدر الامكان بالنسبة للجزء الاستشراقي انا يعني لما تعرضنا لتعريف المدينة الاسلامية في البداية خالص وانواحها كنت اشرت اشارة سريعة ان فيه اختلاف فعلا في موضوع التخطيط ما بين حتى التعريف اللغوي للعربي وغير العربي في الجانب الاستشراقي ودي نقطة مهمة جدا يعني انا تعريفي اللغوي عربيا لكلمة خطة ورسمة غير تعريف المستشرق تماما لتعريف خطة ورسمة وبناء عليه هو طلع سياقات مختلفة عن السياقات اللي انا خدتها فان انا مثلا خدت نقطة واحدة او مبحث واحد ومشيت معي وما مشتش مع المباحث الاخرى وهي موجودة ومعترف بيها ويحال اليها وتقرأ وتقول لحاجة لكن ربما يكون في يعني نقاط اعتبارية بترجح عند يعني لها علاقة بالاختيار البحثي نقطة عن اخرى في الجزء الاستشراقي ده تحديدا انا يعني كنت واصل جدا الاختلاف اللي ما بين الاختلاف اللغوي اللي انشأته كلمة خطة ورسمة وانبنى عليه اختلافات كبيرة جدا في تعريف المدينة المخططة من غير المخططة حتى في تعريف على ما اظن انا مش متأكدة برضو هو وللأ كان بيعرف اصلا المدينة الاسلامية ان هي المدينة التي بنيت بعيدا عن السلطات وده ربما يمكن هنشوفه في الامثلة الوقعية اللي جات بعد كده ولأ في مدن اسلامية وكانت بامر من السلطات برضو الخلاف على مفهوم المدينة الاسلامية ده يعني خلاف واسع جدا ويعني برضو قد تقام عليه محاضرات مستقلة لوحد ويعني بس انا زي محاضراتك قلت انا خدت الفكرة المبدئية خالص اللي تتناسب مع عرض مش 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 بحثي او يعني مش في السياق اكاديمي بالقدر ما هو في سياق تعريفي يعني انا انا شايفة ناس ممكن يكونوا مش عمارة اصلا حاضرين شايفة ناس عمارة بس النقطة المبحث ده ممكن يكون ما سمعش عنه خالص انا اذكر وانا لسه طالبة في دراسات عالية لما كنت بقول هاختر الموضوع كان فيه معايا زميلي يعني درسين عمارة زي ما انا درسته وفي دراسات عالية زي ما انا درست ما كانش بيوصلوا التصور اصلا انه ممكن يكون فيه علاقة اساسا ما بين مكون يعني لا ملموس زي السياسة ومكون زي العمارة والامران فكنت دايما اول ما اقول حتى موضوع البحث بتاعي كنت بقابل باستفسارات كتير جدا هو اصلا فيه علاقة ما بين السياسة والامران والامران فانا كان هدفي هنا الاول اقول اه في علاقة وشفناها عمرانيا كذا كذا طبعا الوقت كمان ما كانش هيسع ان انا اتكلم في الجوز المعمالي كمان لكن انا يعني بدأ زي ما حضرتك قلت يعني من خطوة اولى تماما انما كل تعليقات حضرتك يعني افدتني جدا جدا وهبحت فيها كلها واحتفت بالتسجيل عشان ارجع فيها فشكرا جزيلا جدا لوقت حضرتك يعني انا بس محبتش يعني محبتش الامر يخرج كوارقة واحتية اكتر من ما هو يعني عرض مبسل جدا يعني وان شاء الله طبعا التدقيق التاريخي ده امر لا خلاف عليه يعني انا يعني ما اشرتش طبعا لان كل المدن احضرت لكن طبعا اخشى ان حد يكون وصله الايحاء ده فاكيد لا اكيد ما كنتش اقصد ذلك تماما مشهور حضرتك جدا 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 شكرا جدا شكرا جزيلا على المحاضرة وتحت المجال اللي اني اتحدث مهن سمروى شكرا على المحاضرة وطبعا بعد اللي حكو الزملاء دكتور جلال ودكتور علي ودكتور ايمان يعني بجزء ما ضل اشي كتير الواحد يحكي فيه بس صلاحة انا عندي سؤال زي ما بكر الدكتور جلال ان الموضوع طرح بالنسبة لفقه العمران وحتى ربط العمران بالقرارات السياسية اللي هو موضوع بحثك هو موضوع ما هو جديد ابدا يعني من التمانينات من القرن الماضي والموضوع مطروح وانا شخصيا انا اكتبات كتير في الموضوع لكن انت عنوان بحثك كان او عنوان محاضرة ذكرتي في البداية انه فيه نوع من الاقتباس او الاخذ للعنوان اللي ايضا دكتور خالد عزب كان طرحه اللي هو الحجر والصولجان اللي بيربط فيه بين العمارة وما بين السياسة فانا يعني لفت نظري طالما الموضوع مطروح يعني ليه نعيد طرح نفس الموضوع بنفس الالية بنفس المنهجية بدون ما حلش تسمحيلي اضافة كبيرة في المجال يعني انا ما قدرت اشوف في وين سؤال البحث باعتبار انتي عادي عم تعملي بحث للدكتوراه فسؤال البحث بالنسبة اللي كان شوي مبهم يعني هل فقط نحاول نثبت انه العمارة مرتبطة بالسياسة وضع طبيعي يعني اي شخص ممكن حتى في وضعنا المعاصر يقول انه طبعا العمارة مرتبطة بالسياسة واليوم اللي منشوفه في المدن اللي منعيشها فيه ربط واضح ما بين القرار السياسي وما بين العمارة النقطة التالية اللي هي يعني انا شعرت معلش لو بتسمحيلي شعرت انه فيه نوع من السرد التاريخي لحد ما اللي يحتاج الى تعمق شوي اكتر من مجرد كبر المسجد ولا كبر الدار الامارة فهذا مؤشر رمزي لعلاقة ايهما اقوى القوى سياسية فقط امن القوى المجتمعية بجوز نحتاج ندخل فيها بعمق اكتر يعني لما ذكرت حطيتي حطيتي فى واحدة من السليدات انه فيه نوعين من السلطة واكترستيهم من كتاب الكتر جميل اللي هو السلطة السياسية والسلطة المجتمعية وحجمتي الى حد ما السلطة السياسية والسلطة المجتمعية كفرامورك لحتى تقيسي منه مدى اه تراكب او مدى مين دخل على مين اكتر حجمتيهم بمجموعة نقاط مين خطط مين عمل الاقطاع من خطة من بنى المبنى الكبير يعني تحجمت السلطة السياسية إلى مجموعة نقاط موجودة عندك كأنها تشكلست إذا وجدت هاي فعناها السلطة السياسية الأقوى وإذا وجدت الثاني معناها سلطة المجتمعية هي الأقوى. لا الحملية كتير أعمق منك وفيها تداخلات كتير أقوى من هيك لا تحجم إلى مجموعة نقاط من حاول نستخدمها كقياس لقوة السلطة السياسية واستعلاها على السلطة المجتمعية في فترات من الزمن كلاهما كان موجود لكن نطاق عمل القوى السياسية والقوى المجتمعية مختلفة. القوى السياسية كانت تشتغل في منطقة والقوى المجتمعية موجودة في آن الواحد وتشتغل على منطقة تانية. اللي بدل على ذلك وذكره اضا دكتور جلال اللي هو انت توقفتي في طرحك عند العصر الايوبي. تلا ذلك العصر المملوكي والعصر العثماني منظومة السياسة فيهم صارت مختلفة تماما. فلا يمكن اسقاط اللي ذكرتي لحد الايوبي على ما تلا ذلك. يعني. حسنا انا توقفت عندي الايوب زي ما حررتك قلت بالظرطة النمرة. بالتالي صار البحث لا يمكن تعميم ما تم التوصل إليه. يعني انت كانت قاعدة عم تطلعي بنتائج ممكن تعميمها على ما يسمى بالمدينة الإسلامية وهذا بحد ذاته في نوع من الخطر على المعرفة في المدينة الإسلامية. فلا بد هون من التعامل مع كل من هدول الفترات او الدانس اللي كانت موجودة بخصوصيتها. وبخصوصية النمط السياسي اللي كان موجود فيها. وان شاء الله يا رب الله يوفيك هيك ونسمع دكتورة مروى ان شاء الله قريبا يعني. ونقرأ كتاباتك بالتوفيق ان شاء الله. شكرا للجميع. ربط بحضرتك ويكون لي اكيد يعني اكيد هيسريني ان انا اطلع عليك كتابات حضرتك في الموضوع شرف كبير لي. انا عادة بس اوضح نقطة واحدة بس هو ده مش عرض دكتوراه ولا عرض بحثي ولا مرقة بحثية. انا انا مدركة جدا يعني القادر او المقام كل مقام المقالي يعني. انا زي ما حضرتك قلت انا فعلا توقفت عند الدولة الايوبية لان ما بعد الايوبية المماليك والعثمانيين بالتأكيد يفرض ليهم حديث مستقل تماما ويبدأ من حيث انتهيت. يعني ممكن في محاضرة تانية خلص هنا انا مستفقة على مدة لا تتجاوز ساعة وحاولت ان انا فعلا انهيت عند الساعة او بعدها بعشر دقائق بالكثير. اه فعلا انا اويد حضرتك ان لما اجي اتكلم عن المماليك والعثمانيين هبدأ تكاد تكون محاضرة جديدة تماما وابدأ من حيث انتهيت عند الدولة المملكية. اه انا ما عنديش سؤال بحثي لان انا مش بطرح ورقة بحثية خلص ابدا. اه اه النقطة الثانية اللي حضرتك اشرت اليها هل اه طرح السؤال وجود العلاقة في حد ذاته. اه هل هو ده سؤال ولا لا? الحقيقة يعني قادر اقول بشكل كبير انه يصلح ان هو الاستقراء والاستدلال على اجابة السؤال ده. اعتقد ان هي في حد ذاتها اه حتى لو كان بدأ الكلام فيه من الثمانينات او كده. اه زي محاضرتك لسه بتقولي احنا كل يوم بنطلع بنتيجة مختلفة. يعني انا قرأتي للمدينة الاسلامية طلحت منها اه يعني اه خلاصات طبقتها على ما بعد الكورونا بشكل شخصي يعني حتى بدون اه بدون اه كتابة بحثية يعني. فزي محاضرتك بتقولي بالعكس يكون ان الموضوع اه يعني له الصبغة التاريخية او انه حتى بودي الكتاب فيه انا كتاب جميل عبقل اكبر اظن انه من الثمانينات او حاجة زي كده. اه اظن برضو لا ينضى بالحديث فيه فعلا يعني. وزي ما ما الاسد طرحوا. الرؤى المختلفة. التباني وجهات النظر المختلفة مع طرح الجميع. يعني انا مش عارفة. حسن ان ده ممكن يكون اه يعني انا خدت من تقاطح حضراتكم اه يعني مقدمة هابني عليها حاجات اخرى جديدة. فحسن بالعكس ده دليل ان الموضوع لا ينضب. يعني ممكن نستمر الحديث فيه. مدومنا بنطبق منه على واقع حالي يعني. انا بشكر حضرتك جدا وبشكر وقتك. بعد ازن انت مش مدسة مروة. فتر. يعني انا قبل قبل ما واحم حضر المحضرة. يعني طلبت منها اه رسالة المصدر وقاريتها وقاريت تبدأ على حجرة صورة الغان. وعشان انتفق انا جزء اللي هنعمله فالرسالة اكبر انتدر كتير. فيها جزء خاص بالبلشفية. فيه جزء خاص بيه اللي ما عرف في صورة اه في منتجة يوليو وليناير اخداشر ونقصها ونعكسها على النمط اللي عنواني. ففي جزء خاص بيه اللي ما عرف في صورة اه في منتجة يوليو ولينا جزء جبير جدا بس يمكن هو الوقت. احنا اختار من الجزء معين عندما نتكلم فيه. انما فيه اجزاء كتير جدا فيه مثلا الفصل اولينا ده من كله في من خالدون. يعني الرسالة اللي بتها فصل كامل عن المخالدون دي شريحة واحدة منها. انما فيه هكتير جدا خاصة بالدول الغير اسلامية حتى موجودة فيها. فهي. حتى في جزء الليبيانة الاسلامية فيه جزء معماري بس كان لا يستحيل الوقت يسمح ان انا بعد العمران كله ندخل في العمارة. يعني هي فرق برضو يعني يعني يستلزم. وياد سلام ما شاء الله يعني انا مكملة لحد يعني ثورة خمسة وعشرين يناير وماشي حكية جدا فيها والنموذج الاشترافي والنموذج الراسمالي والحاجات فيه مدن كمان نضرب بها المسال زي النظام الفاشي في ايطاليا مسلا النظام الماني امسال مساء الله قوية جدا في حكية جدا. يمكن ان شاء الله نحاول مع مرة ان شاء الله كلا الدكتورة ساعتها ناخد اجزاء تانية اه بحيس ان تبقى الموضوع انا شايف بنعجل مسافرة جدا رغم دكتورة اه مرة وقت قلقانة بس يعني قاعة مالت اكتر من اللي تستحمله. ما شاء الله. اه الجزيل شكرا حضرتك وهنفتح دلوقتي. الحضرتك للفرصة الكريمة دي بشمانتك وشكرا لحمص حضرتك للموضوع. وشكرا لوقتي الاساس الكبار اللي حضروا وتعليقاتهم كلها على راتي مفوق. انا بس والله بأكد لهم ان انا مش بقدم ورقة بحثية ابدا ابدا يعني انا بطرح طرحة بتعمد فين اه تبسيط والا بدون اه بدون اه يعني ما اخل بالحقيقة التاريخية اكيد طبعا الموازنة بينهم اه شيء اساسي ومطلوب يعني فانا شكرا لهم جدا وجميع تعليقاتهم اكيد هتبني لي اه وهتفتح لي افق كتيرة كتيرة جدا قدام يعني شكرا لهم جدا يعني. انا شكرا لهم جدا يعني. انا شكرا حضرتك حكين في اول حاجة نفتح الاسئلة الناس كلها. اتنى حاجة هناخد صورة جمعية كده مع حضرتك ومع السيدة اللي افتح بإذن الله. تمام يا الجوة كل اللي عايز يفتح الكاميرا وهناخد بس صورة تسكرية مع الناس كلها. يا الله يكري. لو في اي حد عنده اي سؤال المايك مفتوح لجميع. بش منتس اي روايدك اي بقول لف اخورها بخضرتك كما تسمع مارية. الله كرم. بش منتسماعي بيقولك اشبارك واستمتاز حيو خاصة بلغة العربية. ومن ثمروا معنا في المراجعة. الله يكريم. انا عمل انبه على نفسي انها تخفف لأقصى درجة وممكن اشكرك شكرا لك وشكرا لما الخبر. اه مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير. سمعيني? اه انا احب اشكر الدكتورة ماروة باعتبار ما هو سيكون زي ما قال الدكتورة علي. وعلى العرض الشايق جدا ده والمفيد جدا. اللي حقيقة عمل لي نوع من انواع الشفت في تفكير. بس زي ما الدكتورة ماروة قالت في كلامها لكل مقام المقال. وانا عارف ان احنا معظمنا معماريين يعني مش متخصصين في التاريخ. اه اه هو يعني او اللي جذبنا ان احنا ندخل المحاضرة القريمة دي. هو عنوانها وكلمة في عنوانها اللي هي المدينة الاسلامية. اه احنا دايما بنتأثر بكلمة المدينة الاسلامية. ودايما بننظر لها بنوع من انواع ان هي مدينة. فيها نوع من انواع المعارفة مدينة فاضلة. و و و و يجب ان تكون المدينة الاسلامية مدينة فاضلة. الاسلامية. زي ما الدكتور جلال قال فيه فرق بين المدينة الاسلامية او العمارة الاسلامية وعمارة المسلمين. ده في دبيت كبير جدا عليه. اه الكلام اللي انا سمعته النهاردة يخليني اروح. لان المدن اللي اتعارضت النهاردة هي مدن مسلمين. لكن. ده هي فيها نقاط. هي مدن مسلمين. لان فيها حاجات. اه اه انا الحقيقة هنطلق من العنوان اللي هو القرار السياسي المكون للمدينة الاسلامية وانعكاسه على الامارة والعمارة. انا هاخد الموضوع اه شوية في ناحية فلسفية او فكرية. ايه هي المدينة? و و و و ايه هو العمران? وايه الهدف من المدينة? وايه الهدف من العمران? وايه هو الاسلام? وايه هدف من الاسلام? دي نقط مهمة جدا بالنسبة للمعماريين لو حبوا يفهموا طبيعة عملهم. احنا معماريين. هدفنا ان احنا نعمر ونبني. اعتقد مفيش معمارة يختلف معايا في ذلك. فلما نيجي نتكلم عن عمارة اسلامية. لازم ان العمارة الاسلامية دي تنطلق من شيء اسلامي. فانا هكمل كلامي بان انا ادعو الجميع لقراية كتاب مهم جدا. اللي هو السياسة المدنية لمحمد اه اه ابو نصر الفاروقي. اللي هو بيبتدي لما لما بيجي يتكلم عن الاجتماع والمدينة واجتماع البشر. بيبتدي من حاجة غريبة جدا. بيبتدي من اصل الوجود. بيبتدي يصمى في الموجودات. من اول ربنا سبحانه وتعالى. لغاية المواد والاجسام المعدنية الى اخره. فبليه ابتدى بالطريقة دي. يعني ليه هو بص للموضوع بالنظر دي. النقطة مهمة جدا لما كان بيتكلم فيها عن السياسة. ان هو بيتكلم عن الرئيس. الرئيس الاول والرئيس الثاني. بيتكلم ان الرئيس الاول هو من يوحى اليها. ده كلام الفراغي. يبقى اذا المدينة الاسلامية الاولى اللي نشأت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يجب ان ينظر اليها ان هي القدوة. بالرغم من ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسكن في حجرة صغيرة. ما ينفعش ان احنا نتكلم عن المدينة الاسلامية. بدون من من نحاول نفهم الطريقة اللي كانوا هؤلاء البشر بيحلوا عليها. آآ آآ يعني آآ لقد كان لكم في رسول الله اسوطا حسنا. فلازم نفهم تكوين المدينة دي قامت ازاي? واعتقد ان حضرتك قلتي ان كان في نوع من انواع النسبة بين السلطة والمجتمع. المجتمع كان بيشغل فيه او يعني بيؤثر فيه تأثير اكبر. المدينة الاسلامية كمان قامت على مثلا الاوقاف اللي كان المجتمع بيشارك في تشريد وبناء المدارس والبمرستانات المستشفيات الى اخير و الى اخير و الى اخير. يعني اللي انا عايز اقوله ان فيه صبغة اسلامية موجودة بتكوين العمران الاسلامي. ابو ناصر الفرابي حاول ان هو يتطرق اليها وتتبحها بداية من الله سبحانه وتعالى الى عالم الجمدان. يبقى احنا هدفنا ان احنا كمعمريين مسلمين ان احنا نفهم القاعدة الفلسفية دي. وننطلق من القاعدة الفلسفية دي لفهم الكون وفهم دورنا في الكون وبالتالي فهم حقيقة المدينة. فلابد ان يكون هناك تأسيس فلسفي لفكرة المدينة فكرة الاسلام فكرة العمران فكرة العمارة الى اخير. ده اللي انا حبيت ان انا. ده حقيقة متفقة مع حضرتك طبعا. وهو الموضوع يعني الحقيقة موضوع متشعب وعميق. ده حقيقة. يعني خلاصة كلامي ان لابد ان يكون هناك القليل من الفلسفة اه بيشغل المعمريين. خصوصا الفلسفة الاسلامية اللي هي اضافت للفلسفة اه اضافة ما بعدها اضافة الحقيقة. لان هي بتنطلق مما يعتقد المسلمون انه الحقيقة. يعني المسلمون بيعتقد ان ان تلك هي الحقيقة. اختلفنا بقى في اه يعني اه درجة اه فهمنا زي ما برضو الفرابي بيقول لانه هو بيصنى في الناس وبيقول ان الناس ان الرئيس الاول هو يوحى اليه وبعدين الرئيس الثاني اللي هو رئيس ومرؤوس وبعدين تتدرج الناس في المعارف. بس شوك. تماما انا امتبقى مع حضرتك جدا. جازة اكون لكم لخير. اه في اي حد عنده اي اسئلة? في اي حد عايز اي اسئلة قبل ما نختم? طب استاذ محضرت لو حد حابب ان هو ننتقى صورة سكرية بس مع الابكاترا اللي نفسها بس الكاميرا. انا انا مفتوحة عندي. او تماما تماما. البيت للناس الفاضل. انا مشي جز كنين. اه. انا بس اه اخوة اكل باب. انا مشي مسئين ومشي. انا بس شكرا لحضرتك بالدورة. انا شكرا لحضرتك بالدورة. انا شكرا لجميع الله كله خير. انا شكرا لجميع القضرة. ربنا هيكرمكم انا بس شكرا لحضرتك جميعا واتمنى يكون يعني سمحوني على اي تقصير وآآ يعني ان شاء الله تكون بداية الامور اوصع باذن الله شكرا. باذن الله. شكرا. عفظ الله شكرا. شكرا. سلام عليكم.